موسيقى 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 هلا أهلي قص شريط النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الأسيوبي في زهاب دول 32 من دوري أبطال إفريقيا بداية رحلة البحث عن اللقب الثاني عشر موسيقى موسيقى النهاردة وعلى استهاد القاهرة الدولي هيبدأ الأهلي مشواره الأفريقيا في دوري الأبطال بمواجهة سان جورج الأسيوبي في زهاب دول 32 في المباراة اللي هتنطلق إن شاء الله في الساعة 8 مساء تحدي جديد للسويسلي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وكتيبة الأبطال ومع المباراة هيبدأ الأهلي كمان رحلة موسم مضغوط مالي بالبطولات المحلية والقرية والدولية شرقا وغربا يطرى كولر وأبطاله هيقدموا إيه لجمهور الأهلي في الموسم يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 نادي الأهلي بعد ساعات يلتقي سان جورج في مستهل مشواره بدوري أبطال إفريقيا زهاب دول 32 من البطولة المباراة زهابا وآيابا هيقاموا في القاهرة إن شاء الله كل توفيق للنادي الأهلي متطمينين مش قلقانين مواجهة هتكون سهلة زهابا إيابا بإذن الله على النادي الأهلي ويبدأ الجد من دور المجموعة هتقول لي مضمونة لا طبعا فيش حاجة مضمونة في الكرة تفضل الكرة هي الكرة ما فياش حاجة مضمونة أبدا بس بالنسبة 90% وأكتر طبعا المفروض إن الأهلي هو المرشح للصعود لدور 16 من المواجهات طيب الأهلي ما بيشبعش طيب تفكر كده ما تريحوا شواء يا جماعة لا أنا ما ريحش ليه أنا الأهلي أنا ما ريحش أي حد يريح لكن الأهلي ما يريحش طب يعني ما انت كذبان كل حاجة كن نفسك لا ما أخدش نفسي أنا داخل بطولة من أولها أكسبها دخلت الدولة من أوله وبكسب أربعة أوه ده الأهلي ما بيهداش ما بيهداش عنده ثوابت النادي الأهلي ثوابت ماشي بيها طول الوقت هو جماهيره اللي هو عايزين بطولات واللي يشتغل معنا يكون بيشتغل معنا بالطريقة دي إدارة لازم تبقى فاهمة إن جمهور الأهلي عايز بطولات طول الوقت جهاز فني لازم يبقى فاهم إن الجمهور ما عندهش مكسب أخصارة ولازم يبقى مكسب على طول اللاعبين لازم تبقى بتقطع النجيلة وبتاكل النجيلة طول الوقت ما تهداش هذه عقيدة النادي الأهلي هو بمناسبة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسل كولر انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية هذه الصيغة التي تقال دائما صحفية يعني انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء حول عروض قوية جدا لمرسل كولر الموديل الفني للنادي الأهلي في السعودية وغير السعودية كل التفاصيل الممكنة جمعناها لحضرتك بخصوص هذا الأمر فيما هو تالي يلا بنا بس يا سيد كل التفاصيل مش هتلاقي تفاصيلها مش موجودة ومن مصادرها الموثوقة المسؤولة أولا مارسل كولر الموديل الفني للنادي الأهلي تلقى بالفعل عرضا من نادي الشباب السعودية في الساعات الماضية للرحيل عن الأهلي وللعلم لم يكن العرض رسميا لكنه كان عرض جدي للغاية وبلغت كيمتو المادية نحو خمسة ملايين دولار سنويا أي ضعف عقده مع النادي الأهلي ثانيا مسؤول نادي الشباب تحدثه مع وكيل مارسل كولر وطلب منه معرفة رأي المدر في فكرة الرحيل عن الأهلي لتولي تدريب فريقهم من أجل تقديم عرضا رسميا لو إذا ما وافق على الفكرة كما أن العرض تضمن إنهاء أية أمور تفاوضية بين الأهلي والمدرب من أجل الحصول على خدماته ثالثا عرض الشباب لم يكن هو العرض السعودي الأول الذي يتلقى كولر حيث سبق ووصل إليه عرضا شفاهيا من نادي الهلال في الفترة الماضية وقبل بداية الموسم إلا أن المدرب لم يرحب بالفكرة وقتها وفضل التجديد مع النادي الأهلي رابعا أيضا تلقى مرسل كولر عرضين من أوروبا وذلك خلال فترة معسكر الفريق بالنمسا قبل بداية الموسم الجديد حيث كان العرض الأول من سويسرا والثاني من ألمانيا لكن كولر رفضهما وقرر الاستمرار مع الأهلي خامسا إدارة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية وبعد كثرة الأنباء حول عرض الشباب لكولر تواصلت بشكل مباشر مع المدرب السويسري لاستضاح الأمر وبالفعل اعترف مرسل كولر للإدارة بكل العروض التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة عن طريق وكيله لكنه أكد للإدارة أن هذه العروض ليست رسمية سادسا موقف مرسل كولر مع وكيله كان واضح أنه أنه لا يريد الرحيل عن الأهلي وهدف الاستمرار مع الفريق واستكمال مشروع الذي بدأ فيه منذ العام الماضي وأنه يسعى لمواصلة النجاحات التي حققها مع الفريق سابعا ما علموا خد بقى الجادي مهمة جدا جدا ما علموا رقم عشرة أن عقد مرسل كولر مع النادي الأهلي لا يتضمن أي شرط جزائي بخصوص الموسم الحالي أي أن كولر إذا أراد الرحيل عليه أن يفسخ العقد ويتحمل تبعات هذا الأمر اللي هو يدفع بقى بقى مستحقات الموسم كله العقد بالكامل يعني أعتقد هي ده الشكل القانوني بس ما فيه شرط جزائي الموضوع أكبر من فكرة شرط جزائي شهرين أو ثلاثة لكن مع الموسم المقبل سيتم تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده وستكون كمتوا مليون ومتين ألف دولار سامناً لجنة التخطيط للكرة بالنادي الآلي قررت عقد جلسة مع مرسي كورر بعد مواجهة سان جورجي الأسيوبي بدورة أبطال أفريقيا لحسم هذه الأمور فرغم التأكد اللجنة من صدق المدر في رغبته بالاستمرار مع الفريق إلا أنها تريد التحدث معه وجهاً لواجه وتأكيد له على الدعم الكبير الذي يحظى به وأن النادي يقوم بتنفيذ كافة طلباته الفنية هادي هادي كل ما يخص مرسي كورر دي المعلومات رأيي الشخصي وجاية نظر الشخصية مرسي كورر من المدربين اللي بيحبوا الاستقرار ده على ضوء مشواره الفني يعني ممكن يقعد سنتين تلاتة مع أي فريق مع أي منتخب ما يحب الشمشي وأي عرض يجيله ويمشي على طول فالراجل أعتقد في التصور لا يحب يكمل مع النادي الأهلي دي نقطة النقطة التانية مرسي كورر من المدربين والمقربين منه سواء في إدارة النادي الأهلي أو الجهاز الفني لما سألت قالوا لي هو راجل مش بتاعفلوس قوي آه صحيح العروض اللي هتجيله هتبقى أكبر من الأهلي بكتير بس الراجل دايما بيحب النجاحات وبيحب الاستقرار والاستقرار ده وقده في النادي الأهلي جدا هو فاهم إنه لو اشتغل في أي مكان تاني وحصل أي نتائج سلبية محدش هيزبر عليه في الأهلي لا هو عارف إن احنا هنزبر عليه ووصقين فيه وهندعمه ونسنده في اللي هو عايزه بين السطور وركز معايا بقى ده بين السطور الكلام الرسمي من إدارة النادي الأهلي على ضوء ما اتكلمنا فيه أو تواصلنا فيه مع مسؤولين أصحاب قرار في هذا الأمر قالوا لي لا مش هيمشي السنة دي مستحيل طيب ممكن يمشي السنة دي آه وارد شرط جزائي باتفاهم مع النادي الأهلي وارد لكن السنة دي لا مستحيل بس بس ما بين السطور نبارات صوت ونقاش وشوناتنا إن احنا نحاول نستشف ما هو ما بين السطور إنه آه الأهلي شايف إنه مستحيل تبقى للتعاقد إنه يمشي الموسم ده بس هم برضو فاهمين في الأهلي إنه لو الراجل رحب بعرض كبير الشرط الجزائي أو ما تبقى من العقد بتاعه مع النادي الأهلي ممكن يتسدد بسهولة من أي نادي عايز مارسل كولر فهم برضو رميين أو سندين على فكرة إن مارسل كولر عايز يكمل مع النادي الأهلي واللي بأكدوا لك مليون في المية مارسل كولر عايز يكمل مع النادي الأهلي بس أحيانا العروب بتبقى مغرية وممكن ترتفع خلال أيام الخلية لما أنت بكت لا تقول لي إيه كريم أنت بتقول لي مستحيل ومارسل كولر عايز يقعد في الأهلي وبكرة أقرى خبر ولو بنسبة ضئيلة جدا جدا بس إحنا ما نعرفش الأرقام بترتفع لحد فين ما أنت عرف التفاهم فجأة خمسة مليون بكرة سبعة بعده تبخض عشرة فهم فما تنمنش ما تنمنش الأمور تروحها لفين لكن دلوقتي إحنا وقفين فين عشان ما تطهش مني يعني وقفين إن الأهلي واثق إن مارسل كولر مش هيمشي إن مارسل كولر فعلا مش عايز يمشي من النادي الأهلي إن مارسل كولر بلغ وكيله إنه مكمل معه النادي الأهلي ده الواقع في هذه اللحظة دايما ببقى ضقيق جدا في هذا الأمر عشان سوق الكورة بقى كده اللي هو تبقى متأكد من حاجة النهاردة بقرى رقم يترمي كده كل حاجة تتغير فتيجي تقول لي إيه يا عم أم أنت مش كنت قلت مستحيل أنا ما بقولش مستحيل من مزاجي أم أقول مستحيل لما بسمع من مصدر مسؤول هو اللي بيقول لي كده مش مزاجي أنا لداخل في نوايا مارسل كولر ولداخل في نوايا الأهلي عايزين يعملوا إيه أنا بأخد الكلام اللي بيتقال لي رسمي أو يعني بينكو سين أشبه بالرسمي بما أنه مطلعش يعني للعالم بيبقى حوار عادي وبقول لحضراتكم وبس وبس ده الموقف بالنسبة لمارسل كولر طائم بكرة نرجع تاني للأهلي وسان جورج الأسيوبي التشكيل المتوقع الأقرب للنادي الأهلي في هذه المواجهة في حلاص المرمى محمد الشناوة في خط الدفاع علي معلول ومحمد عبد المنع مياسر إبراهيم ومحمد هانشي في خط الوسط مرمان عطيه أمام عشور وأفشة وفي خط الهجوم حسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو أو عبداليادي يعني بيرسي تاو الابرسي تاو هيلعب لو مش هيلعب يبقى أحمد عبدالقادر اللي موجود في التشكيل ويبقى أحمد عبدالقادر عالشمال وحسين الشحات يروح تاني على اليمين لو بيرسي تاو موجود يبقى بيرسي تاو على اليمين وحسين الشحات هو اللي عالشمال وطبعا أنتم بقيتو فاهمين كويس قوي تشكيل الأهلي بيبقى عامل إزاي لما ينزالة الليسان جابتني على الزمالك فتعالوا نروح لأخبار نادي الزمالك طيب طارفين أنه محمد صبحي الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك يعني يطلبك كثير كثير من الانتقادات سواء من جمالي نادي الزمالك أو من الجهاز المعاون في نادي الزمالك ولكن أسوريو الراجل مقتنع بجد جدا جهاز المعاون لأسوريو في نادي الزمالك طلب منه أنه يبدأ يعتمد على محمد عواد في المباريات القادمة خاصة لمحمد عواد تعافة من الإصابة اللي كانت عنده وهو شايفين أنه مستوى محمد صبحي في تراجع الفترة الأخيرة وبالتالي محمد عواد لازم ياخد فرصة رأي مع كامل احتمال لكل الناس اللي بتقول قراء كلها منطقية بالمناسبة محمد عواد حاليس كبير ومحمد عواد لما قعد عالدكة كان قعد عالدكة عشان مستوى تراجع في مباريات أخيرة لعبها لغم أنه قبلها كان متقلق جدا والدوري بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت كان محمد عواد هو اللي مكاسب بين كوسين يعني هو لها جزء كبير في مكسب الزمالك بالدوري ده تمام؟ بس تراجع المستوى فقعد في محمد صبحي خد فالطبيعي أن محمد صبحي لما مستوى تراجع لفترة يقض ومحمد عواد يا رجعتاي ده في رنف صح كده؟ صح دي جزئية بس في جزئية تانية مهمة جدا أنه هو محمد صبحي من اللي بيلعب قدام يا جماعة؟ يعني خط دفاع عنده كثير من المشاكل خط وسط عنده كثير من المشاكل شكل تيكتيكي وفني في كثير من الحاجات الغريبة اللي أحيانا بيعملها أسوريو فبرضه كل ده ما يتحملوش الحارس أتذكر أسام الحضري في بداياته مع الأهلي أظن كان 2001-2002 أو قبل شوية كمان يعني بس في بداياته مع الأهلي يعني كان يهاجم بشدة جدا وإزاي ده حارس النادي الأهلي وإزاي ده الحارس اللي يجي بعده شبير وده حارس ما بيعرفش يصده ما بيعرفش يطلع كرات العرضية ومش عارف إيه وسيء هجوم كبير على أحسام الحضري اللي إنه وقتها كان الأهلي عنده خط دفاع قليل الجودة مش أسماء كبيرة لما بدأ بقى أحسام الحضري يلعب قدامه عماد النحاس والجمعة وحط هاني سعيد معهم في المنتخب وحمود فتح الله وأحمد السيد في الأهلي وشاني محمد بدأ الأمور بالنسباله تتحسن كثيرا ما هو الحارس ده زي ما هو أمان لكل الفريق الفريق نفسه لازم يكون أمان للحارس يعني قبل ما توصل لك الكرة توصل لك يعني في النوادر توصل لك بصعوبة بس ما يبقى شانا إيه الناس عمالة تضرب علي شوط 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 كرات عرضية وتيجي تقول لي أصلا أنت أخطاء كتير ما أنا برضو بشيل كتير فاهم؟ فأنا شايف برضو أن الصبحي معزور إلى حد ما له أخطاء طبعا بس له عزره برضو أنه تفعل الزمالك والشكل التي تكتيج بتاعة الزمالك في الوقت الحالي دفعيا أولي الجد فما يشيلش هو الليلة لوحده بصراحة طيب أخوان كلس سوريو موديل فني ليه نادي الزمالك ناوي يجمد حسام عبد المجيد في مباراة المكونون العرب مش هيلعبه في مباراة المكونون العرب بالجولة التانية من الدوري ده ليه؟ إن هو عايز يعاقب اللاعب عشان اللي عمله حسام عبد المجيد فيه أو قبل مباراة برامد لما لقى نفسه بره القايمة أو التشكيل الأسية فخرج وإيه؟ وساب الملعب ومشي وساب الملعب ومشي اتغرب بالمناسبة 200 ألف جنيه حسام عبد المجيد شكبال أحاول يقرب وجهات النظر بينه وبين أسوريو بين حسام عبد المجيد وأسوريو بس الراجل عايز على الأقل المباراة المكونون العرب يقرس وين مشي أنا بس أبص أنا الظروف دي لما يبقى الزمالك في الظروف الصعبة دي وأي حد أي لعب ما تعاملش مع الظروف دي بشكل زكي لازم ألومه فأنا ألوم حسام عبد المجيد لغم أنه ممكن كان تقلق الفترات المضاية في الموسمين اللي فاته أو الموسمين اللي فاته تقلق بشكل كويس تقلق بشكل محترم تقلق بشكل وإنه هو بقى لعب دولي بس لما تقي في وقت الزمالك فيه في ظروف صعبة وتعمل حركة زي كده لا لهم عليك معلش ناسف حتى لو عندك مليون عزر ما فيش ما فيش ده فيما يخص أخبار نادي الزمالك طيب روجيرو ميكالي الموديل الفني للمنتخب الأولمبي فيه انفراجة بالنسبة له فيما يخص التفاوض معاه على تدريب منتخب 2005 مع المنتخب الأولمبي هو الراجل كان طالب 50 ألف دولار على 55 ألف دولار اللي بياخدهم دلوقتي يعني ياخد 105 ألف دولار عشان يوافق على تدريب منتخب 2005 ده طبعا كوب الله بالرفض من جانب اتحاد الكرة واتحاد الكرة بدأ يتفاوض مع ميكالي ميكالي آخر حاجة وافق انه ياخد 30 ألف دولار زيادة عن 55 ألف دولار اللي بياخدهم عشان يبقى بياخد 85 ألف دولار من أجل تدريب منتخب 2005 ما بعد الأولمبيات ما بعد الأولمبيات القادمة ويبدأ اشتغل معهم من دلوقتي طبعا لو ايه لو وافق على هذا الأمر ويشكل المنتخب ميكالي ناجح جدا مدرب كويس جدا سي فيه محترم جدا وحلو ان احنا بنخلص معاه بدري بدري فكرة كويسة لازم إشادة لاتحاد الكرة معلامة صح لاتحاد الكرة طيب حرفين انتو الموضوع اللعيبة لما بتسجل أهداف بتروح تحتفل نص ساعة غير النص ساعة اللي بيضيقها لما بيقعوا يعني انت فهم فيه لعب كده بيسجل هدف يروح يقعد يحتفل نص ساعة وبعد كده يرجع يقع في المرعة من نص ساعة فاللاقينا في سنة عايشين في حاجتين في المباريات وقت كبير قوي في الاحتفالات وقت كبير قوي في الإصابات والأوعات في المرعة فالراجل بيريرا عمل حاجة ظريفة جدا جدا رئيس لجل الحكام المصري ادى تعليمات للحكام بانه اللي هيروح يحتفل احتفاله ما يزيتش أبدا عن ستين ثانية عن ستين ثانية احتفلت اكتر من ستين ثانية في انذار على طول ما تتعودش بقى تعملها تقديرية لأ انت معاك ستين ثانية حاول تزبطه ما زبطمش انت خدت انذار طيب ستين ثانية دول هيترموا في الارض لا ستين ثانية اللي احتفال بالهدف ده تحسبه في الوقت الضايع تركائية انت عندك دقيقة كل جول بديقة كل جول بديقة جبنا سبعة جوان بقى سبعة دقيقة ده غير بقى الوقت الضايع فبتع الاصابات وخلافه يعني ممكن تزود بقى عشر اتنشر حسن ما تشوف اللي بيحصل في المباراة والتغيرات وخلافه عشان هو الراجل زي ما قلت لكم عايز يطبق فكرة الوقت الفاعلي الوقت الضايع الفاعلي في المباراة ضع اتنشر دقيقة هرفع اتنشر دقيقة تلاتاشر خمستاشر هرفعهم مش مشكلة موقف جديد بالمناسبة الكلام اللي بييجي عن بريرة انه هو كان لادم بيك كان احسن شوية كان عنده خبرات اكتر وبريرة مش اقوي انا عجبني حاجات في بريرة وشايفها وانا حب الحاجات اللي شايفها هتقول لي ايه اللي شايفها هقول لك هقول لك اول حاجة عملها بريرة حاجة عظيمة جدا وما ياخدش باله منها كتير من السادة المشاهدين او الجماهير الكرة في مصر انه عمل قيمة محددة لحكام الدرجة الاولى يعني ايه يعني فيه عدد اسماء معينة دول اللي هيحكموا الدورة الممتاز بس بس يعني بس يعني ما يجيش مثلا واحد يكلمك من محافظة سين يقول لك الحكم ده بقى بتاعنا ومنحبه وبتاع ما تدينه مطش كده في الدولة ومنتاز لماه وكده وخير كان بيحصل ما تلاقيش بقى الكلام ده خلاص اسمه موجود في القرمة دي اه يلعب مش موجود مش هيلعب ما فيش بقى يعني فكية المجاملات هتقل جدا مش اقول لك هتنتهي بس هتقل جدا جدا فده شيء في حد زياته جيد له جزئية ايضا جيدة جدا وهي انه الراجل هيعرف يشتغل على عدد معين من الحكام على تطوير عدد معين من الحكام مش هيمسك الحكام اللي في مصر كلهم يشتغل معهم بالضبط الرئيس لك الحكام ده اتعمل زي المدير الفني اللي هو ايه مدير الفني يقول لك انا عايز 25 لعب بس معايا هتديني 35 واما مش عارف اشتغل معهم كلهم مش عارف اضربهم فقال راجل جمع اجموعة معينة وقال لك دول دوري ممتاز هبدأ اشتغل على تطويرهم هبدأ اشتغل على الكتب المدنية واخليهم في احسن حالة برافو دي خطوة خطوة اللي بقول لك على بتاعة الوقت الضيعة دي نقطة مرهقة جدا وبتزهق في الدوري المصري هملعبش تلاقي المباراة الوقت الفئة اللي تلاعب فيها في الآخر حوالي 35 و40 دقيقة فاللي هو ايه الارقام دي فلا حلو ان احنا نسرع اللعب ونخلي اللعب حلو طيب تعالوا اقول لك النهاردة رابط الاندية المصرية اعلنت عقوبات الجولة الاولى في دوري نايل تعالوا نبدأ بمباراة الاهلي والمصري تغريم النادي الاهلي 20 الف جنيه لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد و20 الف اخرى لتبادل السباب الجماعي مع جماهير المصري تغريم النادي المصري 20 الف جنيه لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد وعشرين ألف جنيه أخرى للتبادل السباب الجماعي مع جميل النادي الأهلي نفس الوقت بات يعني إقاف باه المحمدي مدافع المصري مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على انذارين في المباراة تبقى لله هتاخد انذارين تتوقف مباراة واحدة طرد بعد انذارين يعني بالنسبة لمباراة بيرامدز والزمالك إقاف فليب بريز مدرب فريق بيرامدز أربع مباراة وتغريمه وعشرين ألف جنيه وذلك لترضه بسبب توجيه السباب للمنافس وإقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال الزمالك أربع مباراة وتغريمه وعشرين ألف جنيه لترضه بسبب السب المنافس إقاف متحدة عبداليادي مدرب الزمالك مباراة وتغريمه وعشرين ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي كثير قوي بدول بسم الله الرحمن الرحيم أناس من الجولة الأولى تغريم الزمالك عشرين ألف جنيه وذلك للسباب الجماعي من الجماهير واقاف محمود علاء مدافع الزمالك مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على انذارين في المباراة مباراة فاركو ومودرن فيوتشر تغريب نادي فيوتشر عشرين الفينين لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية المباراة دي أبرز طبعا العقوبات طيب فيما يخص بقى العروضة المقدمة كما عشرت من شوية تحديدا من نادي الشباب السعودي وايضا مقيل عن وجود مفاوضات من نادي الهلال ايضا مع مرسل كولور الموديل الفني للنادي الاهلي نعرف من الأستاذ عبدالعزيز الناهدي مدير تحرير صحيفة عقاز السعودية يا فندم مشرف ومنور سعيد بتواجدك معايا أهلا كريم وحييك وحيي أستاذ المشاهدين والمشاهدات سعيد جدا جدا بالظهور معكم اليوم رغم الانشغال باحتفالات اليوم الوطن السعودية ولكن طبعا لا يمكن أبدا أنه أنه أي إعلامي أيا كان أنه يفوت مدابعا في برنامجكم الكريم شرف لنا يا فندم كل سنة وكل الشعب السعودي بكل خير يا رب ودائما بصحة ودائما بحال وأفضل حال بإذن الله طيب أنا بداية بداية عايز أسألك فيما يخص مرسل كولور الموديل الفني للنادي الاهلي وأنباء مفاوضات نادي الشباب معه هل هذه الأخبار صحيحة أم خاطئة والله يا كريم أنا الآن الآن يعني قبل أجل من عشر دقائق توصلت مع مسؤول في نادي الشباب وقال لا علم لنا بذلك حتى الآن يعني ما في شي رسمي قال لي عبدالعزيز ما في شي رسمي حتى الآن آه يعني نادي الشباب ما عرفش حاجة عن هذا الآن يعني أتحد لي آه أنه ما في شي رسمي حتى الآن آه هم تواصلوا مع أكثر من مدرب وطرحوا أسماء كثيرة على الطاولة آه من ضمنهم المدرب الإنجليزي جون تيري آه وعدد من الأسماء الأخرى أيضا آه طبعا كان في طموحات عندهم أنه كايزر الولندي آه أنه آه يساهم في صناعة فريق آه جيد للشباب لكن أساسا في الأساس الكريم آه الفريق الشبابي تبرر من عدم استقرار الإدارة صحيح وكان هناك في صراعات إدارية في 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 نادة الشباب وعلى إسرها سقط الرئيس آآ آآ الثنيان في أقل من أسبوع بعد تنصيبه رسميا بالجميع العمومية صحيح فكان في غضب وكان في وكان في عدم استقرار في آآ في نادة الشباب آآ انعكس على على مسار الأداء الفني طيب استاذ عبد العيزة عايزة رجع لك تاني فيما أعيزي رجع لك تاني فيما يخص مارسل كولر هل مارسل كولر على الأهل ضمن الأسماء المطروحة المرشحة لتدريب الشباب نعم مطروح نعم من ضمن الأسماء المطروحة ولكن حتى الآن لا يوجد لا يوجد شيء رسمي لا يوجد تحرك رسمي من 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 فريقة الشباب وإنا يمكن أكريم بعد لو لو تفتكر أنا أشبه هذا التحرك بتحرك النادي الأهل الساودي للتعاقض مع فيتوريا صحيح تقريبا تحرك مشابه لجفة النبط فقط لا أكثر ولا أكل وأعتقد أنه حسب أيضا مصادر قوية في النادي الأهلي ومقربين من كولر أنه كولر يفضل الاستقرار مع الأهل المصري الكبير ما في شك لكن كل شيء وال أنا أؤكد أن الشباب لديه قدرة مادية جيدة جدا بالذات تحديدا بعد الدعم الشرف الكبير الذي تلقاه مع الإدارة الجديدة مع إدارة محمد المنجن عظيم جديد طيب هل الهلال أيضا كان من المهتمين بمارس كولر لا أعتقد ذلك حسب مصادرنا في نادي هلال لم يتم طرح أي أسماء بديلة للمدرب خصوص حتى الآن حتى الآن حتى لحظة لقاءنا هذا كريم خصوص ما زال مستمر واعتقد أنه سيمنح المزيد من الوقت طيب خلال فترة الانتقالات الصيفية قيل أن نادي الشباب يفاوض بقوة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لما المفاوضات رفضها نادي الزمالك قيل أيضا أن الأمور تم إرجاعها لشهر يناير القادم وهل الشباب ممكن يدخل في مفاوضات جديدة مع زيزو في يناير أنا أعتقد أن الشباب سيدخل مجددا في مفاوضات مع محمد سيد زيزو وإلى حقيقة حسب علمي أنا شخصيا أنه في أسماء كثيرة في الدورة المصري تحت مرصد وتحت المراقبة في عدد من الأنبي السودية زيمين غير زيزو والله ما في أسماء محددة أنا كنت أتواصل كريم مع عدد من الأوكلاء وعدد من مدرعة تلبيدين وكنا في طور نقاش على استقطاب المواهب والنجوم من الدورة المصري فأكدوا لي أنه في خيارات جيدة في الدورة المصري ما سموا أسماء ما كان بيطرح لعدد أسماء معينة لا لكن لكن حقيقة الدورة المصري يزخر بمواحب جيدة وكبيرة جدا وما في شكل أنه لائب الزيد واللي يحتاجوا أي نادي السودية حيتم استقطابه إن شاء الله في حالة موافقة نادي إن شاء الله أستاذ عبد العزيز نادي مدير تحقيق صحيفة عقاز السعودية مشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طيب دي توضيحات مهمة جدا إن الشباب كان بيحاول جس نبض مارس الكولر مجرد جس نبض لمارس الكولر ومارس الكولر رفض هذا العرض وقال كمان إنه الهلال ما دخلش في مفاوضات أبدا أو اهتمام بي مارس الكولر قال إن أحمد سيد زيزو ممكن الشباب يواصل أو يكرر يتفاوض معه مرة أخرى في شهر يناير قال كمان إنه الدوري السعودية واللندية السعودية مهتمة جدا باللعبين المصريين الفترة اللي جاية أو اللعبين اللي موجودين في الدوري المصري طيب أهلي بكرة هيصنع تاريخ جديد هلعب فريق جولنبولز الصيني على الميداليا البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة السلة في السنغافور الأهلي يهوى البرونزيات في كأس العالم للأندية سلة بقى قدم أي حاجة أنا كده أخذ ميداليا إن شاء الله بإذن الله بس بإذن الله بدون مؤطعة تكون الميداليا بكرة بإذن الله من نصيب النادي الأهلي ويبقى إنجاز تاريخي وعظيم للنادي الأهلي لكرة السلة في النادي الأهلي المباراة هتقام إن شاء الله ساعة عشر الصبح بتوقيت القاهرة ويه معانا عبر نهاية في الآن واحد من نجوم النادي الأهلي اللي ما سافرش معاهم سفرية سنغافورة لكن يبقى واحد من النجوم الكبيرة للنادي الأهلي كابتن عمر عزب لاعب فريق كورسالة بالنادي الأهلي يا كابتن عمر ألف من يوم مبروك مما يقدمه النادي الأهلي حتى الآن في هذه البطولة الله يبرك فيك كريم طبعا وفخر طبعا اللي بيحصل ده الجمهور الأهلي كلها والمصر طبعا هل كان متوقع أنه الأهلي يظهر بهذه الصورة العظيمة هل من كان من الطموح أنه حنعرف نوصل لهذه المرحلة طبعا يعني احنا بنوصل طبعا كل بطولة احنا عارفين احنا عايزين ايه عايزين احنا ننافس على البطولة اي بطولة بناخدها فكان متوقع طبعا ان احنا ننافسه وده كان المخطط بتاعنا فكرة انه يبقى فريق مصري بيكسب فريق أمريكي احنا كسمنا فريق أمريكي في أول مباراة ده إنجاز تاريخي واول مرة فريق مصري يكسب فريق أمريكي الله شايف المباراة زي طبعا هي يعني طبعا المصرات الارتباه زي دي بيحضروا ليها كويس جدا طبعا الفرقة النهاردة اتمرنت وكانوا رايحين الحمد لله والمستعدين نفسيا بس المتش ان شاء الله بكرة مش حيبسهل بس في المتناول بإذن الله حيطلع كل اللي عندهم ان هما عايزين يكملوا التاريخ هما كسبوا متش ودي كانت خطوة الخطوة التانية ناخد البرونزية ان شاء الله جسي في المباراة اللي زادت انا عايف لو مدرب بيعرف اشتغل مع نوايا كمان وبيحفز اللاعبين بشكل كويس هيقولين اللاعبين قبل المباراة زي دي طبعا هو يعني ما فيش كلام كتير يتقال غير ان هو طبعا هيحفزهم هيقولهم تعليمات مهمة جدا ان هو بسه ان هو تحت الضغطات وتحت الضغط بيكون هادي فالهدوء ده لما بتنقل اللاعبة طبعا بيدي لعبة ثقة فدي بتقبها من أسباب المجاحة الكبيرة جدا من كابتون جوسي ان هو ذاكي جدا كمان فعني وبيحضر للفرقة التانية كويس جدا صح فانا تعليماته ان شاء الله لو ماشينا عليها بالزبط ربنا هيكرم ان شاء الله قبل ساعات من المباراة لو عايز تواجي رسالة لزميلك في النادي الاية تقولهم ايه طبعا بقول لهم معويته نفسك على كل كرة طلعوا كل اللي عندكو ده تاريخ اول مرة تحصل واحنا دلوقتي بنكر التاريخ ويعني معويته نفسك ان شاء الله يا رب خير بإذن الله كابتن عمر عزب لعب قرط السلة بي نادي الاهلي والأهلي يلعب على البرونزية اساعة 10 الصبح ان شاء الله اسحوا كده وتفرجوا على المباراة شجعوا النادي الاهلي الاهلي بكرة هيعمل تاريخ بإذن الله تاريخ جديد في لعبة لعبة قرط السلة في قرط القدم التاريخ النادي الاهلي ما ترجعش وراه في الالعب الأخرى ما ترجعش وراه برضو عشان برضو تاريخ كبير في كل الألعاب طيب ان شاء الله بإذن الله الأهل بكرا يكسب بكرا ان شاء الله ينطلق دوري القسم الثاني بمسماه الجديد دوري المحترفين النظام بقى شكل الدولة هيبعمل ازاي بالنظام الجديد ده هلأقول لك كل التفاصيل الممكنة قبل بداية الدوري بكرا الدوري هيكون مكون من 20 فريق تقامل مباريات على مرحلتين المرحلة الأولى دوري من دور واحد بحيث يلعب كل فريق 19 مباراة بعد نهاية الدور الأول تلعب الأندية من الأول إلى العاشر دوري من دور واحد بالنقاط الذي جمعوها من المرحلة الأولى يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز ويلعب الثالث ملحق مؤهل مع الصعادين من القسم الثاني به على بطاقة الدأهل الثالثة للدوري الممتاز ويلعب أصحاب المراكز من الحادية 10 إلى العشرين دوري من دور واحد ثم يهبط إلى القسم الثاني به أصحاب المراكز من السادس عشر إلى العشرين دول أبرز المدربين أو المدربين اللي موجودين في الأندية في الدوري الممتاز أو دوري المحترفين يعني مش دوري الممتاز بقى خلاص بقى اسمه الدوري المحترفين حرس الحدود كابتن محمد ميكي هيلعب على ملعب المكس غز المحلة كابتن خالد أيد مدرب ملعبه هو استاد المحلة أصوان هيبقى مدربه كابتن حمدي حمدان على استاد أصوان وفريق راية كابتن حسام عبد العال على استاد المكس وفريق مكادي على ملعب أحمد أصوان واستاد المدرب أحمد أصوان عفوا وهيلعبه على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة وفريق النجوم كابتن سيد عبد العزيز مدرب وملعبهم هو استاد السكة الحديد فريق طنطة مدربه كابتن عمرو أنور ويلعب على استاد نادي طنطة وادي دجلة بيدربه الكرواتي إيجور تولتش هيلعب على استاد السلام ومصر المكس بيدربه طارق حجاج وهيلعب على ملعب الأصوان سبورت والسكة الحديد بيدربه كابتن أمير عزيز مجاهد وبيلعب على استاد السكة الحديد ولفنيا بيدربه كابتن أحمد عيد عبد الملك بيلعب على ملعب الأصوان سبورت والنصر للتعدين بيدربه كابتن حسن عبد المنعم وبيلعب على ملعب النصر للتعدين بترول أسيوت وبيضربه كابتن أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق على ستاد بيتروس أسيوت وبروكسي بيضربه كابتن محمد حامد على ملعب بروكسي والقناة بيضربه كابتن سامن عبد الرحمن وهيلعب على نادي القناة القديمة جيرنس بيضربه كابتن آمن الجمل على ستاد جيرنس والاتصالات جمع مشهور مدربه هيلعبه على ملعب ستاد السلام وجمهورية شبين بيضربه عصام شعبان على ملعب استاد جمهورية شبين وابت رجل بضربه كابتن سيد عيد على ملعب استاد بيترو سبورت وفريق أبو إير للأسمد بضربه كابتن أيمن المزين بيلعب على استاد أبو إير للأسمد وردو أسماء مدربين حلوين يعني طيب دي أبرز الصفقات طبعا اللي تمت قبل انطلاق دوري المحترفين خالد أمر لعب الزمالك الاتحاد والجونة الصابق نضم إلى صفوف راية في صفقة انتقال حر إسلام رجل لعب الأهلي والجونة الصابق نضم إلى بروكسي في صفقة انتقال حر أحمد السعداني حارس البنك الأهلي الصابق نضم إلى أبو إير للأسمد في صفقة انتقال حر وعمر بركات لعب الأهلي والمقصر الصابق نضم إلى صفوف نادي مكادي وأحمد كابوريا لعب الزمالك والمصري وزيد الصابق نضم إلى كمهورية شبين أيضا محمد طلعت لعب الأهلي والمقل العرب الصابق نضم إلى النجوم في صفقة انتقال حر وعبد السميع سيمو لعب الاتحادس كندري الصابق نضم إلى سبوب تكيرنس في صفقة انتقال حرش دي أبرز الصفقات طيب الجولة الأولى بقسم الثاني المباريات هتكون كالتالي مباريات مهمة مباريات تحب تفرج عليها تستمتع بيها وتحب تشوفها دي المباريات يوم الحد 24 سبتمبر السكة الحديدة هيواجه لفينيا على استاد السكة الحديد والساعة أربعة حرس الحدودها هيواجه أبويل للأسمدة على استاد حلس الحدود الساعة 6 مساء الاتنين 25 سبتمبر وهذه دي هيواجه مصر المقاصة على استاد السكة الساعة أربعة والنصر التعدين هيواجه بيترول أسود على استاد نادي الأكسر الساعة أربعة بيتروجيت هيواجه أسوان على استاد بيتروس بورت في نفس التويد الساعة أربعة والنجوم هيواجه مكادي على استاد السكة الساعة أربعة طنطة وراية على نادي طنطة الساعة أربعة مساء والمصارات على نادي كنس ساعة أربعة الجمهورية بشبين الكم هيواجه غزل المحلة على نادي الجمهورية بشبين الكم وبروكسي هيواجه القناة أو في نادي بروكسي كل ده الساعة أربعة طيب دول حكام أول مباراتين غدا مبارات السكر حديد والافينيا حكم ساحة إبراهيم محجوب حكم مساعد أماد الشامي حكم مساعد نين ومنصور حسن حكم رابع إسلام الأماش مبارات حرس الحدود وابويل الأسميدة الساعة 6 مساعد أساعة حرس الحدود هيدرها تحكمان الكابتن مبروك نبيل والكابتن محمد أبو رحاب والكابتن محمد الكرخاصي وكابتن طاهر أيمن سليمان طيب حلو برضو حلو حلو طيب خبر عاجل عاجل عشان احنا تواصلنا وتأكدنا منذ ثواني لسه يقولولي هو دلوقتي منذ ثواني حتى وصلنا مع بشيكو الموديل الفني لفريق بيرامدز وقال إن هو جاله عرض من نادي مارسيليا وبلغ ممدوه حييد إنه عايز يمشي بعد مباراة البنك الأهلي اللي جاية في الدوري يوم لتنين بصراحة عرض مهم لما جي لقى عرض من مارسيليا معليش حلوة برضو معليش بيرامدز وصفين مداربين لما يجوا يمشي نقولي هم مشوا ليه عم وكان بيدرب فرقة هنا بس ده مارسيليا فريق تاريخي وفريق عظيم وفريق من الفرقة الكبيرة في الدولة الفرنسية وينافس دائما أو يحاول منافسة باريس سان جرمان على الدولة باريس سان جرمان هيكسب بس يعني بيحاول ينافس باريس سان جرمان فهو فريق كبير طبعا طبعا فيها الدولة الفرنسية لعب في ميدو لعب في دروكبة لعب في بايي أنا بقول بس الأسماء اللي على ذاكرتي بصراح يعني بس أسماء كبيرة لعبت في مارسيليا طبعا طيب طيب فاكين بيصيروا برضو بيصيروا كان بيضرب النادي الأهلي وجالوا عرض من بورتو البرتغالي ما تقدرش تقوله حاجة في عنديك بيلا كده في أوروبا لما يجيلك منها عروض مش همسك فيك أقول لك معلش تماشي روح معلش تاني منذ لحظات أقول لحراك الخبر تاني منذ لحظات باتشيكو جالوا عرض من مارسيليا الفرنسي وتواصلنا مع باتشيكو الموديل الفني جين باتشيكو الموديل الفني لبيرامدز وقال إنه هو عايز يروح مارسيليا وبلغ إدارة بيرامدز إنه هو عايز يروح مارسيليا ويوافع على عرض مارسيليا الفرنسي وقال إنه مباراة البنك الأهلي اه او طلب من ممدوح حيد انه مباراة البنك الاقالي تكون هي المباراة الاخيرة ليه مع فريق بيرامدز طبعا خسارة كبيرة البيرامدز ولكن شغال معهم بشكل كويس جدا وتصور النتاج مشروعه كان هتظهر الموسم ده رحيله اكيد يعني حاجة مش تفرح بيرامدز جدا بس طبعا العرض ما يترفضي بالنسبة للمدرب يعني مرسليا يعني طيب النهاردة اهم مباراة اليوم ونتاج اهم مباراة اليوم في الدولة الانجليزي الممتاز في الجولة الستة كريستال بارست عادل سلبير مع فولهام سفر سفر منشستر سيتي ونوتنجام فوريست المباراة خلصت اتنين سفر ورودري كانت طرط في المباراة دي وإيفرتون فاس تلاتة واحد على بلينفورد ومانشستر ينايتد بيفوز على بيرنلي واحد سفر طبعا بعد الخصارة الكبيرة من باير مينيخ اربعة تلاتة في دولة الابطال في الدولة الاسبانية بالمناسبة مانشستوناكا بلعب من ثلاثة ايام مع باير مينيخ في الدولة في دولة الابطال الأوروبا في ألمانيا في ألمانيا باكيا راح انجلترا لها مباراة بعدها بتاعت ايام في الدولة الانجليزية والحياة بتمشي يعني بقول مثلا يعني في الدولة الاسبانية الجولة الستة وساسونة عادل سلبيا مع شبيلية وبرشلونا فاس تلاتة اتنين على سلتا فيجو مباراة قاية مصيرة جدا برشلونا وسلتا فيجو سلتا فيجونا عامل مباراة كبيرة جدا برشلونا خطف في تلات دقائق تلات اجوال خلص الحكاية كان مقاسران اتنين يعني مباراة كبيرة اول برشلونا بصراحة في الدولة الاطالية جولة الخمسة ميلان فاز على فيلونا واحد صفر وساسولو فاز اربعة اتنين على يوفينوس نتيجة صعبة جدا اليوبي بصراحة اليوبي ما زال يعاني يعني ما زال يعاني من موسمين فاته يعني في الدولة الالمانية باير موريخ كالعادة صاحب الارقام الكبيرة اهو باير موريخ اللي لسه كذبان في مباراة صعبة جدا قدام ماتشل سيناي في دورة ابطال اوروبا اربعة تلاتة مباراة مرهقة جدا فاز النهاردة على بخهم سبعة صفر عادي جدا يعني ايه دي بتحصل يعني وبروسيا دورتمون فاز على فولفسبورج واحد صفر ده في الدوري الامان اعمال دوري الفرنسي في الجولة الستة نانت النهاردة كسب خمسة تلاتة قدام لوريان مصطفى محمد سجي الهدف التادم مش هقول لك كده واسكت طبعا طبعا ليه مش هقول لك كده واسكت عشان الجول اللي جابه يا جماعة مصطفى محمد النهاردة فلوريان هدف تاريخي هدف رائع من اربعين ياردة كرة سابتة ده خلشاتها ولا ديفيد بيكهم ولا كريستيان ورونالدو حاجة رائعة طبعا مش هعرف اعرض لك الجول بس انا هوصفه لك يعني جول رائع جدا مميز جدا خمس اهداف الدولة الفرنسي ارقام عظيمة ثواني انا عايز اقول لك حاجة عشان هم ماملين يقول ليه حاجة بس انا عايز اتكلم بس سوئدوني ثواني مصطفى محمد اللي بيعملوا في الدولة الفرنسي لاستحق الاشهادة لاستحق ان احنا ننور النور ونشيط بيه كتير ونقول عندنا لعب مصر عامل شغلة عظيم في اوروبا وفي فرنسا وعامل ارقام عبقرية هقول لك عليها بعد شوية بس حظ مصطفى محمد وحظ اي محترف مصري دلوقتي في هذا العصر او في هذا العصر وفي هذه الفترة انه في محمد صلاح فمحمد صلاح دايما رافع حجم توقعاتنا لكن مصطفى محمد ده لو بيلعب من 11-12 سنة في الدولة ابطال اوروبا وبيلعب في الدولة الاوروبية وبيلعب في الدولة الفرنسي وبيسجل خمس اهداف وبينافس كله يمبيع على لقب الهد بينافس كله يمبيع على لقب الهداف كنت هتقعد تقول احنا عندنا اعظم مدفع اعظم محترف في التاريخ بس هي الحكاية انه في محمد صلاح فالناس مش حاسها قوي قوي باللي بيعونه مصطفى محمد اداء رائع جدا جدا عنده كل مقاومات المهاجم العالمي انا اتصور ان بعد الموسم ده مصطفى محمد اتصور خلينا خيال ايام بيننا يعني لو فضل على المستوى ده هو في الدول الانجليزي الموسم الجاي اتصور يعني ان شاء الله يعني تعالي نشوف ارقام مصطفى محمد قدام لوريان النهاردة لوريان الفرنسي في المباراة الانتقال بخمسة تلاتة لينانت يلا بينا هو سجل النهاردة هدف لمس الكرة 33 مرة لعب 80 دقيقة مرر الكرة 11 مرة مرر بشكل صحيح 8 مرات دكت تلاتة 70% وفرصه المؤكدة 2 سجل منهم واحدة حل سدد على المرمى مرة واحدة وتستين خارج المرمى للتحمات الارضية عمل 7 صحيحة من 10 للتحمات الهوائية 3 منهم 2 صحيحة وطبعا هو نجم للتحمات الهوائية دي ارقامه قدام لوريان طيب ارقامه بقى بشكل عام في الموسم الحالي هو لعب 6 مباراة بدأ اساسي 5 مباراة وسجل 5 اهداف يعني نسبة تقترب من المية في المية متواصل التسديد في المباراة 2.2 يعني تقريبا كرتين في المباراة الوحدة اهدافه من داخل منطقة الجزاء اربعة اهداف من خارج منطقة الجزاء واحدة اللي هو جابه النهاردة ده معدل تمريراته للمفتاحية يعني تقريبا نص في المباراة الوحدة نص تمريدة في المباراة يعني تمريدة مفتاحية مرة كل مباراتين طيب بعد الفاصل هشرفني وينوان الأصدقاء العزاء محمود شاكر وفاروق اسام معهم كلام مهم جدا جدا فيما يخص الدولة الاسبوع الماضي وما حدث فيه واهم وابرز الزواهر واللقطات خليكم معا يا أهرب حضراتكم مرة أخرى شرفني وينوارني في هذا الفقر أصدقاء العزاء محمود شاكر وفاروق اسام لتحليل والإشارة الكثير من الحاجات اللي شفناها في الأسبوع الأول من الدوري المصري المنتهز دوري نايل أحوذ مشرف ومنور سعيد متواجدك حبيبي يا كريم إزاي كنت عامل إيه أنا اللي بابا سعيد دائما متواجد معك وبال كتير ما طلعش مع فاروق فأكيد سعيد متواجد معك ووحشني جد طبعا جد عبارك يا فاروق توحش رقم عشر أنت اللي وحشني ومفصوط دائما أنني معاك ومفصوط دائما معاك وانتو اتنين وحشني الحمد لله أخبرك يا أمورك وإيسا كله زال فاروق دائما متواجدك ودائما من نور حبيبي تسلام لا يا كريم حبيبي حد لو قلتلك إيه أبرز الظاهر اللي شفتها وأبرز الحاجات اللي شفتها في الأسبوع الأول من الدوري شفت إيه طبعا إحنا معنا إحصائيات هنتكلم عليها وحاجات كتيرة بس سريعا طبعا بداية كانت قوية جدا للدوري عجبني جدا التصوير السنة دي مختلف تماما عن السنة اللي فاتت وده شيء بيضيف ممكن نقول حاجة بقى عشان ما قلت لاش والله فضل النقل عظيم نحي عشان بس أنا عارف إنه الناس دايما بتحاول تدور على السلبيات وتمسك فيها بس النقل من أول الموسم عظيم ده بحاجة بنورة نقولها جماعة بنور ببساطة يعني عارف إت نهاردة بنشوف نقل محترم جدا وكان نسينا مسلا نشوف بعض المبارات دي وبعض السنة دي شايف كله واخد بالك يا كريم ده يساعد بشكل كبير جدا في قرارات تحكمية يعني كل الزوائل اتاخد بها الكادرات والهايد دي هتخلي إن انت تيجي تاخد القرارات بتاعة الفارة تلاقي بسهولة جدا فقال كمان حلو جدا وسبايدر في كل الكاميرات شايف المبارات الناس اللي زحلاتكم بقى وهم بيحللوا أنا عارف أحلل شايف الملعب بالزبط ده حي فطبع ده تطور كبير وبصراحة الدولي بدي قوي مبارات زمان كوبيرامس كانت قوية جدا فالأمور بدأ إن شاء الله يكون موسم جميل ويكون يليق بالجمهور المصري طيب تعالى بقى نتكلم على بعض الأرقام بس ااخد كلمة من فاروق بعد كده طبع اشوف برضو رأيه في مقدس في الجولة أنا عندي رأي في موضوع الكاميرات ده أتمنى إنه يستمر أيوة مايبقاش جولة اتنين وعدد الكاميرات يقل الزواية قل الدرون يتلغي السبايدر مايبقاش موجود دي مايبقاش موجود مايبقاش أهلي زمالك بص التجامل هقول إن الموضوع ده تحصل الدوري اللي فيه هقولك بس هذا أنا هريحك أنا عاملي ماخش على الهوى المهض المسؤول عن هذا القمر تمام؟ سألته السؤال ده بالزبط مش كده ده أنا بص أنا أعطيها عتك عشان أنا هريحك بكتوله طايل ماشي يا ودونيا حلوة سوفش عايزيها تاعة أربع عسابية وبعد كده يا حب ما تشعر ده زمالك بس الدونيا بس قال لي بص أوعدك هيبقى كله كده مجدد قال لي بص بتزقق بكل حاجة هتبقى ماشي إن شاء الله بدون مقاطعة وبدون أي أسباب خارجية إحنا إن شاء الله هننقل الدوري كله بالشكل ده سألت السؤال ده بزرطا شكده انت أم هلت بتسامت سألت قبل يخش على هوا على طول تفضل والنقطة تانية الإخراج الإخراج تطور في فكرة الإعادات كنا الأول نشتكي إن ممكن تلاقي المطش شغال والإعادات أخرت فتتعرض والمطش شغال بالوقت أنا ملاحظ إنه الإعادات بتتعرض في وقتها الفار لما بيبقى فيه فار بيتعرض في وقته بتشوف الشاشة اللي شغال الحكم بيتفرج عليها زيك زي أي مكان تاني في العالم فيه فار فكمان على مستوى الإخراج كان فيه طفرة كبيرة برضو اللي لاحظت في الجولة الأولى وعايز أتكلم عنه إن انت كلمت عنه قبل الفقرة التحكيم صح أنا شفت حكام صعدين في الجولة دي خدوا دوري ممتاز كانوا متقلقين صح والعين اللي اختارتهم مش بس اختارتهم بناءنا على اختيار عشوائي لأ ده خضعوا الاختبارات واللي عرفتوا إنه هم اختبارات مش بس بدنية لأ ده اختبارات وامتحانات وتم اختيار النخبة حكام النخبة اللي بيتحكموا في دوري ممتاز خلاص بقى الهيستوري بتاعهم ده تلغى التاريخ الحكام الأسماء الشهيرة الكلام ده كله لأ انت عندك كفاءة هتكون موجود وهتاخد مباريات والفكرة كمان انت فلترت يعني انت خليت عدد معايم مش اللي هو ايه أصحى من النوم هتحمد محمود من هناك أو كده وهتو يلعب مطش دوري ممتاز ده حيال جاهز لا بس برضو ندينه مطش كده عشان هم محتاج مطش يا فيش كده هو راجل عمل قائمة صغيرة يشتغل عليها بالضبط والحكم اللي ما بيبقاش موجود هو عارف انه هو قدامه فرصة انه يبقى موجود بالضبط التطور لان الحكام يا القائمة دي ما تقفلتش هو اتكلم كمان ان الحكام اللي هتقدي أداء جيد هتبقى موجودة واللي هيقدي أداء سيء مش هيبقى موجود لان احنا لو شفنا رجعنا كل المطشط تقريبها المطشط عدد بلا أخطاء بس مباراة الإسماعيلي ووزد كان فيها خطائين وهو كان حاكم دولي كمان مش حاكم صعد عشان الناس تقول ان تجربة الحكام الصعدة كان فيها خلل لا او كان حاكم دولي كابتن إبراهيم نور الدين دل كان المباراة الوحيدة اللي تقدر تقول كان فيها شوية قرارات وردة انا وانت ومحمود واللي جبنا وكل الناس عارفينوا كيف كانت أخطاءات وردة هتفضل وردة حتى في الدولة الإنجليزية بس جات من حاكم دولي وده دليل ان الحكام الصغيرين يعني الفكرة لا فكرة كويسة لازم يبقى فيها دعو ولازم الحكام الشباب يبقوا موجودين بكسرف وياخدوا مباراة كمان كبيرة وجماهرية يمكن في البداية ياخدوا مباراة شوية مش جماهرية ولكن بعد كده هياخدوا مباراة بالضبط طيب سيد محمود نبدأ بيه تعال نشوف مثلا الفرق اللي نبدأ بقى مثلا معنا عشوقت احصائيات الجولة خاصتنا بقى لها يومين نشوف الحاجات اللي كانت منوارة أوي وفي نفس الوقت احصائيات تهم أكيد الشارع الكورة والمصري تعال نشوف مثلا الفرق الأكثر تزديدا في الجولة الأولى في الدولة المصري طبعا كلنا شفنا المباراة كان فيها نتاج كتير دي الفرق الأكثر تزديدا في الجولة الأولى بيرامد سوء 23 كورة النادي الآلي سوء 22 جونة والجونة 18 كورة ولكن النادي الآلي هو أكثر نادي في الجولة الأولى كلها في 18 فريق شاطع على المرمى بين الثلاث خشبات هو النادي الآلي بسبع تزديدات يليه مفاجأة جبيرة جدا وهو نادي زد اللي داخل بقوة كبيرة جدا طبعا وبعدهم نادي امبي في المركز التالت بست تزديدات على المرمى وده اندل على شيء اندل على نادي زد لا نادي زد مش داخل الدوري بس يعد سنة وينزل لا نادي زد ممكن يكون ليه دور كبير السنة دي في الدور نشوف الاحصائية اللي بعدها وهي احصائية برضو مهمة جدا وهي اكتر فريق ضيع فرص محققة يعني ممكن تقول فرصة بنسبة 100% ونادي ما قولينا عرب اكتر فرص باربع فرص ويا ليه النادي الاهلي ب3 فرص ثم النادي مودرن فيوتشر بفرستين نشوف الاحصائية اللي بعدها وهي اعتقد ليه علاقة بالحراس المرمى اه طيب دلوقتي الدولة كريم ابرز 3 حراس عملوا تصديات في الجولة الاولى في الدوري المصري محمود الزنفولي عملت 6 تصديات في المباراة اللي كانت ما بين نادي الدخلية ونادي امبي لنادي الدخلية عمل مباراة كبيرة جدا يليه احمد عادل اه تفضل اول مباراة محمود الزنفولي من 6 شهور احسن حارس في الجولة احمد عادل عبد المان عم نادي الاسماعيلي شال 6 كور وخد بالك نادي الزنفولي كان برغم من الاستحواز ما كانش طول الوقت مع نادي بس نادي الزنفولي كان افكتف جدا وشارس جدا على هدف عالما ان احمد عادل هو صاحب خطأ الهدف ده حقيق وبعد كنا عندنا المهدي اسلمان في نادي الاتحاد السكندري طيب محمود الزنفولي عشان نديله حقه برضه وهو كان افضل حارس موجود في الدوري الاسبوع ده لو نشوف الاحصائيات بتاعته في المباراة هتلاقي ان محمود الزنفولي يا كريم شال 6 كور من شال 6 كور اربع منهم داخل الشيطات من داخل الصندوق والبانشز اللي هي الكور اللي عبع بالبوكس 6 كور ولكن انا عاوز اقف عن دلوقاتات بقى للفيديو جمعنا هو شال شوء كور كتيرة جدا بس جبنا لقطتين تلاتة نعرف الناس ليه محمود الزنفولي يعني طبعا بناء على اخطياراتنا كان افضل حارس في الجولة شال كورة دي الكورة الاولانية لشيطة في المباراة بص بقى يا كريم عمال يشيل كور كتيرة جدا رد فعل وسريع جدا في مسافة صغيرة جدا داخل منطقة جزائر ولكن دي الفرصة اللي اعتقدها بالنسبة لي اللي كانت الابرز والاخطر هنا الشاطئ طلع الكورة رجع تاني الشاطئ كورة تاني التالتة كمان ام صدها طبعا التلات تصديات في كورة واحدة بنسبة الاحراس بتاعتهم يعني لو فيه اكسبكتد جول كانت تبقى جون بالنسبة ما في الماء الراجل عمل صده والتانية والتالتة يوع على الارض مرونة جبيرة جدا في قوة محمود الزنفولي في عودته مرة اخرى بعد ستة شهور فتحسب له فعشان كده اختارنا محمود الزنفولي هو افضل حارس في الجولة في الجولة الاولى في الدوري المصري هي كابتل عمينة عبد الحمين بعدش هو يقولك لا مش محمود الزنفولي هو يخص بقى طبعا اكيد طيب عندنا ان نحب نكمل ان نخيم نخصش على الحروب ان شاكنا عايز تخلص لا والله انت وارك معاك عايز تخلص كل حاجة لا انا عندي احصائية يمكن معناش ده تالية بس انا حبيت افتقرطات الوقت حبيت اتكلم عليها نادي بلدية المحلة ظهر بنسخة جيدة ما ندرش اقول جيدة جدا او ممتازة لسه مع الوقت هنشوف لكن كابتل احمد عبد الراوف عامل شغل وواضح واللي اتفرج على المباراة دل المقولين هيشوف انه لا فيه تحضير من وراء وفيه لعب اكتر دليل ان بلدية المحلة قدم جولة ممتازة او فيه فكر وفيه ضغط وفيه احصائية بتقول هي بتتكلم على السماح للمنافس بالتمرير او بلاه بالكرة قبل ان انت ما تاخد معا اجراء دفاعي بلدية المحلة هو افضل فريق في الضغط في الجولة الاولى كان مقاولين بيعمل خمس تمريرات وبيلاقي بداية الضغط الدفاعي من بلدية المحلة لو جينا للزمالك في الاحصائية دي هو الاسوأ كان بيسمح لبرامة زيعمل 24 تمريرة بعد كده يبدأ ياخد اجراء دفاعي وده نابع ان سوريو لاب تقريبا من شرط الاول كله ووزن من شرط التاني في بلوك بست العيبة وراء فما كانش بيضغط فاتخال الرقم بلدية المحلة خمس تمريرات فقط وبيبدأ الضغط احمد عبد الرقوف فالاحصائية دي اظهرت ان بلدية المحلة عنده فكر وعنده حاجات ظهرت في المباراة اعتقد انه هيبني عليها لان كابتن احمد عبد الرقوف واحد من المدربين الشباب واللي نتمنى تجربة المدربين الشباب تظهر لان كان واضح انه عنده افكار سورية في الملعب حتى الهدف الاول قام من راكل الجزاء ولكن فيه جمل بتحصل بيطلع بشكل متكرر تقدر تشوف المباراة تقول لا فيه هنا طفرة لان في الدور المصري الحتة دي قليلة شوية حتة ان انت تشوف مدرب عنده فكر وعنده حاجة بيطبقها هتلاحظها بسهولة جدا لان احنا قلنا اول جولة برضو لسه الموضوع البدني لسه مش افضل حاجة لسه فيه عشوائية شوية المدربين جداد على الفرق فما طبعوش على الفرق الافكار الفنية لسه بتاخد وقت ولكن بلدية المحلة معاها مدرب كان موجود معاها قبل كده جددوا فيه ثقة واعتقد ان هي تجربة جيدة في الدور ممتاز جدا عندك حاجة تاني من زهار الجولة حاجة تكلفت طيب فضل محمود نكمل ارخامك العظيمة نكمل بعض الاحصان ما كان نخش بقى على الحالات سريعة نشوف الاحصانية بتاعة اللاعبين الاكثر استخلاصا للكورة او اكتر نعيبة عمل التاكل او اكتر نعيبة اه ان هي قطعة الكور محمد شوكري اه لعب نادي سيراميك كولو بطراب بالست استخلاصات بعدين خالد رضا على طول بست اخلاصات بعدين كده محمد شوكري بس ايه محمد شوكري الاهل الحد اخر فترة الانتقالات كان بيحاول يدفع انه يجيب محمد شوكري طب اعوز اولك على حاجة غريب اكتر واحد اعمل اوفرات في الجولة الاولى اه مارسي كولر افضل اشيء كان بازمة الزهير الايصر مش دلوقتي مع مع وقت الموسم اذا انت بتتكلم الموسم ده في اكتر من سبعين ماتش هيتلعبه فلما تلعب العلي معلول هل هيقدر يلعب كمية الماتشات دي كريم الدبيس لسه في المركز ده برضو لسه هلعب صعد مستوى بيتطور لكن هل هو الزهير الايصر اللي ممكن تعتمد عليه في الاوقات اللي لابد فيها موجود زهير ايصر مع علي معلول لان انت علي معلول مش هيقدر يديك سبعين مباراة في الموسم لان الاهلي لو كمل في البطولات بقى افريقيا في دوري كتير جدا فعلي معلول مع تقدم في السن شوفنا حتى في مواتش التحاد العاصمة ما بقاش الراجل قادر فنيا انه هو يروح ويجي زي الاول في هذه الفكرة نكمل يلا بينا نخش ده احنا كده قلنا على الاكتر اللاعبين استخلاصا للكورا نشوف الاحصائية اللي بعدها اكتر اللاعبين يعني عملوا مراوغات صحيحة صديق جولة التلت مراوغات بعدين محمد الصباحي بتلت مغارات بعدين امام عشور بتلت مراوغات صحيحة كان امام عشور عمل خمسة نجح فيه منهم في تلاتة ده الاحصائية بتاعت لعب كويس اوي صديق اوي طبعا طبعا صديق جولة لعب من اللاعب 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 ليه تاريخ كبير في الدوري المصد نشوف الاحصائية اللي بعدها على طول قبل ما نخش بقى على الفيديوهات سريعا ده اكتر اللاعبين عملوا تمريرات صحيحة في الجولة الاولى رقم كبير جدا 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 من سعيدو سمبوريه تسعة وسبعين تمريرة صحيحة رقم كبير جدا جدا بعديه ليه على طول مهند لاشين خمسة وستين تمريرة في مبارات زمالكو بيراميدز بعديه ايمن اشرف اللي كان جزء كبير جدا من الطلوع بالكورة واكيد انتدابه للبنك الاهلي عشان ايمن اشرف مماس جدا في خروج بالكورة من تحت فكان الرقم اللي بالنسبة لي غريب انه سعيد سمبوريه تسعة وسبعين بص صحيح في الجولة الاولى نشوف الاحصائية اللي بعدها ونبدأ بقى نتكلم على اكتر لعبين اضاعوا فرص محققة يا كريم وجايبهم لك وجايب لك سالم ضيع واحدة في الاول سالم محمد سالم ضيع كورتين ما يضعوش في مرات المقولين العرب وعلى طول بعديه مودست اللي زهوره ما كانش افضل شيء مع النادي الاهلي وعاوزين نبص على الاربع فرص دولة كريم وعاوز اقف عند فرصتين محمد سالم وعاوز اعرف هم اضاعوا ازاي الفرصة اولاية دي بتاعت محمد سالم هو زا وعدة وجيري خلاص هو اي حاجة هشوتها جون بس هو وقف للحظة ما عرفش وقف للحظة هو وقف عشان يمين ولا شمال هو لو شط لا هو فاكر يحط في الداية ولا في البعيدة بص ده فاكر في تمين الف حاجة بص هنا يعني ما فيش خلاص انت سابقت اوه بالزبط كده هو وبصراحة الراجل ده بتعمل اي تمام كرة دي تانية برضو بص اي حاجة اي لمسة هلمسها بدماغه قدام الجون بص يا كريم اي حاجة هلمسها يجيون هو خد اطلحها بس دي بص دي يعني اتفهمها شوية انها سريعة طبعا هو يعني والاوفر قوي اه الاوفر قوي لا وفيه لعيب قابليه كمان حاجة بالرؤية طيب دي جي بقى على فورستيني التغييم اللي كان زوره ما كانش افضل الكرة دي كانت غريبة جدا في الشوت الاولاني مالبسيتش والجزاوة العكسية وهو هي بتيجي الكرة يعني مش جاهز بس خلط ده غيبة عن مباريات بقولك لسه مش جاهز بس ستايل تعال بقى بص على الكرة دي برضو اللي كانت غريبة جدا بالنسبة لي دول اكتر اتنين لعيبة ضايعه طبعا زي ما قلنا محمد سلم ومودست الكرة دي برضو الكرة دي يعني بس تايما عشان هي يعني ما اعرفش ما تحسبتش افساد ان حكم بعدها الكورنر كرة كانت سهلة جدا ان مودست ممكن يجيبها دول فدول كانوا اكتر اتنين لعيبة ضايعه فورستين محققتين بس ديها شاكر جد يعني يا بوس لو بصيت هتلاقي جد تقلق فيها اكتر من مودست ضايعها بس لا هي صريحة ان احنا جاي النادي الاقلي جاي بمودست عشان خاطر خلاص كرة زي دي بس يا كريم انا عاوز اعليك بقى لقطة اغرب فرصة ضاعت في الدوري المصري في الجولة الاولى كرة غريبة جدا جدا ما عرفش لو اتعددت ربعين مرة اللي ربعين مرة هتخش شجون في مبارات ايه مولي العرب بتاعت محمد شاوي تعال نفرج عليها محمد شاوي غريبة عمل كل حاجة في الدنيا انا معرفش هو ده هلاحظ زي محمد شاوي غريبة عدى مفيش اي حاجة صعبة اعتقد ايوة بالزبط فهو مفيش اي حاجة ممكن تستسلم من هيك كرة زي دي هو بالعرض دي كانت اغرب فرصة في الاسبوع الاول كله فرصة بالاقصر غرابة في الاسبوع الاول انت بتجيب لعيب محترف عشان يبقى مختلف عن اللعيب المصري فمش ممكن يكون المختلف يضايق على كرة زي دي اه اه اكيد مفيش تجيب مصري كمانا يضايق اه اه تجيب محترف عشان يبقى افضل يعني مش ممكن لو لعيب من سمرافور طيب عاوزين بقى نخش على افضل تغييرة في الدور في الجولة الاولى افضل تغييرة كانت موجودة في الجولة الاولى هي تغييرة مصطفى شلبي برغم ان الناس كتيرة كانت زعلانة من قسوريو تغييرت شيكابالا كان ممكن تتأخر شوية واثرت بشكل كبير على نادي الزمالك وقدت ان نادي بيرامدز قدر ان هو يحرز الهدف ولكن عاوز اكلمك في حاجة ليه علاقة بان مصطفى الشلبي هو اللعيب الوحيد اللي موجود في نادي الزمالك اللي عنده حلول كريم فيش حد في نادي الزمالك بيقدر يعمل حلول دي غير مصطفى الشلبي وفراته رائعة هنا ده الهدف الاول هو عامل شبه البري أسست او هو اللي عامل الاولاني بالزبط هنا بقى يا كريم دي الكورة اللي كانت قبل الهدف على طول هو عاوز العبع القريبة تلعبت وتلقت كورنر بالزبط نفس الكورة تلقت كورنر ده الكورنر اللي جيلي منه الهدف التاني وفرات مصطفى الشلبي مميزة جدا بتعمل بقوة كبيرة جدا في زاوية معينة على طول اول تطش هيجي للمهاجم على طول هتحول في الجون عشان قوة ترسكرو بتاع او زينا اواريك برضو كورة تانية اواريك قوة مصطفى الشلبي هنا نادي الزمالك قطع الكورة بص مصطفى الشلبي التحول بتاعه وبياخد فاول خطر جدا 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 في مكان خطر جدا ليه نادي الزمالك وكان ممكن يحز من الهدف طب مين اللعب الفاول برضو مصطفى الشلبي ولعبه بتميز كبير جدا هنتفرج على الفاول دلوقتي يا كريم بص راجل مميز جدا في كل الست بيس مميز جدا في كل الكور اللي سابتة عشان كيا بنقول مصطفى الشلبي اول ما جي نادي الزمالك الناس كان بتهجمه ولكن تطور بشكل كبير جدا مع او سوريو هو اللعب الوحيد في الزمالك اللي دلوقتي ممكن تقور في غياب زيزو طبعا ان هو الوحيد اللي ممكن يكون عنده حلول وكان لمس الكرة 18 مرة في شوت التاني لما نزل ولكن كان ليه تأثير فعال بشكل كبير جدا يكفي ان نادي الزمالك شوت 7 تزديدات على مرمى نادي بيراميدز اربع منهم مساهم فيهم مصطفى الشلبي ودي قيمة مصطفى الشلبي عشان كده بنقول برغم ان او سوريو اخطأ في بعض القرارات في التغييرات ولكن تغييرة مصطفى الشلبي كانت التغييرة الافضل والابرز في الجولة الاولى بسبب الافكت او بسبب التأثير اللي عمله مصطفى الشلبي فرق ايسالك على مين اكتر لاعب لفق نظرك في الجولة تلات لعب تلات لعب طبعا في اتنين لا جدال عليهم سام اشرف هدفين بلدية المحلة وبيرسي تاو عشان هدفين النادي الاهلي ومستوى في الشوط التاني كمان لان بيرسي تاو كانت شوية جمهير النادي الاهلي بتلوموا على الفينش والشوطة اللي بيعملها اللي كان بيعملها في الدور الانجليزي وبيعملها في سان داونز اغلب الاندية اللي كان بيعملها الشوطة اللي هو جاب من الهدفين في البعيدة كانت قليلة جدا في بداياته مع النادي الاهلي دلوقتي واضح انه هو مركز عليها الاتنين دولار بالنسبة لي من نجوم الجولة ولكن وطبعا مع الزنفولي حرس الدخلية اللعيب اللي عجبني وشايف انه اللعيب مهم جدا جدا مابولولو في الاتحاد لان مابولولو في الاتحاد هو منظومة هجومية بيعتمد عليها كابتن طري العشري بشكل كبير جدا لعيب قوي جدا في الالتحامات كل اغلب الكورة اللي بتروح له بيقدر يستحوز اذا اتفرقت على المباراة هو تقريبا اي كورة بتروح له بيقدر يتفوق على المدفعين بسبب قوته البدنية هدف قدر يسجل هدف المكسب الاتحاد كان هدف الدوري الموسم اللي فات مستوى سابت كمان احنا بنتكلم نادي الاتحاد مش من الاندية اللي قدرت تدعم صفوفها بشكل كبير ولكن وجود مابولولو في خط هجوم انت تقدر تتكلم انه كل لعب طري العشري راح في المباراة دي على مبلول لحد ما تقدم وبعد كده حتى ضغطه الدفاعي في المباراة كان جايد جدا فهو بسي مش مهاجم وانت معاك الكورة لا هو بيقدم دور وانت كمان معاكش الكورة فانا شايف انه هو واحد من المهاجمين اللي محافظين على مستواهم ولازم الناس تبصلوا بشكل كويس الموسم ده لانه واضح انه هو مهاجم جايد جدا في الدوري مصري انا شايفها افضل صفقة لاتحاد الموسم ده بسيبقاء على المباراة انه مابولولو كان عجي له عرض كمان برقم كبير مليون دولار يعني رقم كبير من الدوري السعودي والاتحاد ابقى على مبولولو فاكيد كمان الدوري ترضية كبيرة جدا هو لعب هو تقريبا هو افضل مهاجم اجنب في مصر في الوقت الحالي بزبط اللي حين ما نشوف بقى مهاجمين بدايته كان مهمة جدا يا كريم ناخد بالك دايما المهاجمين للاجانب او اللعيب الاجانب في مصر وما ممكن نلعب موسم كويس جدا يجي موسم بدايته ما تكونش افضل الشيء يعني حصلت مسلا تسعب تحصل مع جوني بوكة فزي ما شفنا كده مبولولو عمل مبرارة طب بص بقى يا كريم انا في حاجة برضو عاوزين نتكلم عليها وهي الاستخلاص الافضل او التاكلنج الافضل اللي اتعمل في الجولة الاولى هو انا احترت بين لقطتين وهخليك انت تختار واحدة منهم وفروه معنا الاستخلاص الاولاني كان لايمن اشرف في مباراة البنك الاهلي وفارقه استخلاص من الاولاني عمل تاكلنج اكتر من رائع كرة كان محمد طاري بالمناسبة ومن اكتر لعبين تزديدا على المرمى في الجولة الاولى في اربع تزديدات لو نجيب بس الكرة من اولا ونشوف ايمن اشرف التاكلنج الرائع اللي عمله بص يا كريم يا محمد طاري كان كل اللعبة عليه اخد الكرة بص ايمن اشرف عامل تاكلنج اكتر من رائع كان جزء مثل ثانية وكان ممكن محمد طاري ان هو يحرز الهدف لما هنشوف في الزاوية العكسية قيمة ايمن اشرف بقى له سنة ما بلعبش لكن ايمن اشرف يبقى واحد من اللاعبين المهمين جدا اكيد في الدور المصري خبراته كبيرة جدا في الدور المصري طريقة التاكلنج اللي عمل بها فرصة بص هنا في الزاوية العكسية دي يا كريم الراجل دخل شال الكرة وخدها وطلع بها كان متمازدا اللقطة التانية بقى وخليك انت تختار بص يا كريم هنا التاكلنج تاع ايمن ايمن اشرف خلينا نفع عند ايمن شو هيا شكرا انا عايز برضو اتكلم لغز بالنسبالي الكولر انا نفس اخش جوه دماغه واعرف سوانيا يا جماعة اللقطة اوه قبل اللقطة هنينتكلم يا ايمن ليه ايمن اشرف هو مش مقتنع به لاسباب طبعا هو مدارب كبير وفيه اسباب كده ولكن كنت اتمنى في النادي الاهلي يتعوض لعيب زي ايمن اشرف بيلعب برجله الشمال بيقدر يطلع بالكورة زي ما اتكلم شاكر في الاحصائي اللي جاير بشكل كويس جدا تمراته تقريبا تقريبا من افضل المدافعين في مصر اللي بيعمل تمريرات صحيحة لانه هو في الاساس لعب زهير ايصر ولعب كان في وسط الملعب في بدايته فعنده الحتة بتاعت التمريرات والنادي الاهلي مع وجود عبد المنع محتاج لمدافع قلب ادفع تاني بيلعب برجله الشمال انا قلت هيعتمد على مغربي او هيدي مغربي لانه خلاص دلوقتي عندك مدافع بيلعب برجله يمين ومدافع بيلعب برجله الشمال ايمن اشرف انا شايف انه هو في تحدي الموسم ده مباراة البنك الاهلي اظهرت ده انا شايف يعني فرقت على اوقات من المباراة شايف انه هو لا مركز عايز يثبت انه خروجه او من نادي الاهلي ولكن هو لسه واقف على رجله وموجود واعتقد برضه من اللعب اللي نحط ان عليها الموسم ده ايمن اشرف انا عايز اقول راي على ايمن اشرف بس انا ما شوف الكرة تعال بقى نشوف الكرة التانية اللي برضو محتار فيها هل ده هل دي افضل ولا بتاعت ايمن اشرف كانت في مباراة الاتحاد السكنداري وسير ميكو اليو باترا بصة كريم هو جون ابوكا خلاص يعني شعرة ويجيب جون ولكن بص رجله الكرة في اواخر يعني في اخر ثانية قبل ما توصل طبعا في رأيه دي اصعب كتير اصعب بتاعت ايمن اشرف طبعا وبعدين هو اتفادة ان نحطه في نفسه ايو صعب جدا فخلاص يبا بنقل على اختراك يا كريم بتوفره ويبدا صعب اللي صعب دي حيلة الاستخلاص الافضل في هل تعرف مين ولا ما آآ كمين آآ من لو قطلنا يا جبان يا شباب عشان برضو نديله حقه يعني ش آآ بس ده هي هدف هدف ده عدد ده عاية ده عظيم يعني بالمناسبة ايمن اشرف يعني هطلنا يا جماعة الكرة بتاعت ايمن اشرف تاني انا اعتقد ان دي كانت مشكلة تروي آآ مارسي كولر ومشكلة انا مع مارسي مع ايمن اشرف الطول لا مدافع قوي جدا مدافع آآ ملتازم جدا بس هو فيه تهور متهوس آآ هو يخوف ايه مدرب فيه لاحظة فيه ضرب الجزاء فيه لاحظة فيه انزار فيه لاحظة فيه تهور حتى الكرة دي فيه ريسك تهور جدا على فكرة على فكرة فيه حكام ممكن يحسبوها هي اعتقد مش ضرب الجزاء عشان هو لما سكر بس ممكن حكام تهيقولك ده عنف زائد وحيات كده بس تهور لا وهي على شعره هو لو تايم قابليها بعدها هي يخذ درب الجزاء انت ابو مغرب طبعا ماتش المغرب بس الفكرة انه هيدي على فكرة دي كانت مشكلة لما بشوف ايمن اشرف لها الراجل يعمل شغل عظيم جدا وعنده واحدة بواصلك الفرقة كلها سوكة النقطة كريمة تحت ايمن اشرف اللي هو مثلا يعني هل الابقاء على ايمن اشرف افضل ولا الابقاء على رامي ربيعة افضل ايمن فعلا وقودة حماس على فكرة مع ان ايمن سريع جدا لا لا كل احنا نتقدمش نختلف ان ايمن اشرف مدافع جامد جدا جدا وعطاك المارس الكرة عارف نوام مدافع جامد جدا انا بقول لك بس اتصور ان المارس الكرة هيدي ممكن تكون نقطة مخوفاة طبعا مع طول القامة دي فيه مداربين يقول لك لا انا عايز المدافع يبقى طويل ماليش دعوة حتى لو عنده كل الامكانيات في الدنيا مين اللعب اللي خزلك الجولة الاولى اللعب اللي خزالني نقدر نتكلم منه يعني انا شفت احمد هادلعب مني بصراحة الخطأ يعني هي المباراة كانت مقفولة والموضوع مش مستحمل فالخطأ زي ده في موضوع زي ده كلفك كتير لكن لو هتقول لي لعيب هقول لك عبد الرحمن مجدي لان تصويب ركلة الجزاء هو مش تخصصه وبرضو زد فريق قوي والمباراة تنشن وصعبة وجاتلك ركلة جزاء ايا كان بقى هي صح ولا غلط بس عبد الرحمن مجدي شط ضربتين الاتنين ضيعهم مش هو المتخصص هو نجمل فريق وهو يمكن افضل لعب موجود في الإسماعيلي ولكن انت تشوت ركلة جزاء في الوقت ده ما دخلتش اصرت على نادل إسماعيلي بعد كده فانا ممكن اقول لعبد الرحمن عشان اللقات هيل لو سأ عايشت لحاجة كبيرا في معنا وقت معنا وقت لا معايي ساعتين كنت عاوز اواريك لقطة في مباراة الزمالك فضل لقطة في مباراة الزمالك دلوقتي قصة كلها اللي الناس بتتكلم عليها وسوريو وسوريو بيلعب بطريقة صعبة وسوريو مش متخالي لإمكانيات اللي معاه فهو مفروض مايلعبش بالطريق دي ويرجع للطريقة الطبيعية باكتو بيزيكس ويلعب بطريقة أربعة تلاتة تلاتة عدية بالمناسبة يا جماعة وسوريو لعب بطريقة أربعة تلاتة تلاتة في مباراة بيراميدز ولعب بطريقة العادية خالص ولكن هو وسوريو جاني ولا مجني عليه هو ده السؤال لعيبة نادي الزمالك القايمة فيها لعيبة كتيرة جدا قراراتهم بتبقى كارثية بتأثر بشكل كبير على الشكل اللي عاوز يطلع به نادي الزمالك أو الشكل اللي عاوز يطلع به وسوريو وأنا معاك أنه وسوريو أحيانا بيزودها بس يا كريم في قرارات مشكلة في الواجبات مش الطريقة لا ممكن نلعب الواجبات تلاتة بس ديك واجباتك عاملة زي منازل الواجبات تلاتة دي خلي الدونجة يطلع بشكل كويس جدا أكيد وخد بالك عمر سيسي في بعض لقوات كان بيبقى كويس عاوز أوريك بعض اللقاطات كده بص دي أول لقاطة خلص دي في الشرط التاني هشرح لك الأول المشكلة اللي موجودة عنده وسوريو كان متعصف جدا بص لو نرجع التاني لقاطة من الأول خلص ده قوت لنادي الزمالك في الدقيقة واحد وخمسين بص سيد نمار عاوز يعمل ايه سيد نمار عاوز يلعب الكرة بسرعة بص بقى سوريا روح يقوله ايه بص بص بيزعله بيزعله بيقوله اوف اوف طب تعمل ايه هو جاي يلعب ايه بقى يا كريم ايه ده السنة اللقاط دي حلوة او طبعا تعال بقى لو بص هو سيد نمار عاوز يروح يلعب القوت أم زعل سيد نمار وأم نادي مصطفى الزناري لأن هو متحفظ يا جماعة يا جماعة عيدوا عيدوا اللقطة تانية لو سمعتش النقطة مهمة جدا هاي دي المشكلة فعلا صح بص يا كريم بص الراجل بص سيد نمار ام هو يجري عليه بس 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 بتعمل ايه بتعمل ايه بتعمل ايه بتعمل ايه وبيزعله جامد قاله ما هو مصطفى الزناري جاي ليه الكريم ما دي برضو حالة حدام تركيز لعبتنا دي الزمالك هو مش كل حاجة أوسوريو ما انتو يا جماعة متحفظين مصطفى الزناري بيلعب القوت الجامد القوت اللي هو بيرجع خطوتين تلاتة ويلعب القوت الجامد لجوا منطقة الجزاء يعني مساعدني مرة مستعجل على ايه يعني مش مستعجل على ايه يعني اللي هو احنا فيه طريقة بنلعب بيها فدي كلها كريم حالات من عدم التركيز اللي ما قصق بص عشان يلعب القوت ده هي ماشي الكرة ما حصلش فيها خطورة بس هو نادي الزمالك بيلعب بطريقة دي تعال بقى لبعض القرارات لعيبي نادي الزمالك في الشوط الأولاني عشان اقولك برضو المشكلة مش في أسوريو بس هنا نادي الزمالك بيحاول يطلع بكرة بص روقة مع الكرة مفيش حد ضغط على روقة خالص مفيش حد ضغط على روقة بص يا كريم تحولت هجمة دي بتاعت أسوريو دي مش بتاعت أسوريو بص يا كريم الكرة تحولت وكانت هجمة خطرة على نادي الزمالك ولكن تقطعت دي مش بتاعت أسوريو اللعيب ماشي مضغوط عليه. بيطلع بالكرة غلط. هنا برضو كرة تانية. قطعت برضو من رؤة. هيطلع تاني. عمر جابر. كرة بتتحول. هنا اول ما انادي الزمالك اخد الكرة. عمل التحول كل فرقة زائت لقدام. اقف بقى هنا لحظة. اقف بقى هنا لحظة. لا اقف بقى لحظة. معلش ارجع بالكرة. ارجع بالكرة. لحظة. دلوقتي يا كريمي لما انادي الزمالك كله يزوء القدام. الكرة لازم تبقى بحساب. لان انت الفريق كله زائل وقدام. فالكرة تطعم من رجل صح. لو اعمل اوبر. اعمل اوبر لمن؟. على بقى نكمل بالكرة. اول ما كرة راحت لمصطفى الزناري. الى مصطفى الزناري. ده سيد مصطفى الزناري. كريم هو فيه كم واحد جواه منطقة الجزاء بتاعة نادي بيراميز من العين الزمالك. اربعة على واحد. استحالة كرة تعدي. كرة تلعبت. اتخطفت. بص بقى كريمي. لا والاربعة واقفين صح. والاربعة واقفين صح. وهو كمان مستخبي وراء. مستخبي وراء على جبن. نكمل بقى الكرة. بص بقى الكرة لما تتقطع. كل اللي عايبي نادي زمالك قدام. ما تقفى مصطفى الزناري يلعب كرة لحد مسايد نمار يخش ويعمل الزيادة العددات جواه التمنتاشة. بص بقى كريمي الهاجمة خطفت. بص بقى لعيبي نادي الزمالك كم واحد هنا موجود اكتر من ست. وعلى طول لونج بس. بص بقى كام واحد. مفيش غير اتنين سنتر باك. لان كل الباكات طايرة. كمل بقى الكرة دي كانت من اخطر كرة. نكمل كرة بسرعياتها عادي. هتشوف ابراهيم عادل بيجري وفيستون مايلي بيجري. هتلاقي عبدالله سعيد داخل. طبعا ابراهيم عادل بمنطقة المهارة بيعدي. كرة بتتلاقي. عبدالله سعيد. هوب. طلعت برا. كنت ممكن تبقى جون. علشان قرار خطأ. اقف. العب مع الناس. انت بص هنا برضو كرة تانية. هنا الكرة دي وصلت ليه عبدالشافي. طلع له سايد نمار. هنا برضو عاوز اقول لك حاجة. بص سايد نمار هيعمل في الكرة. ما تطلع عبدالشافي تاني? لأ دخل جوا في الزحمة في الزحمة. ما تطلع لروقة. بص بقى روقة يتصرف ازاي? بص بقى يا كريم. كم واحد من لعيب نادي الزمالك تحولت على طول النادي الزمالك. كل دي مش بتاعت وكل دي تعيب لعيب لعيب نادي الزمالك. الكرة دي كمان برضو. هنا كورنسة عمر جبر. طب دي توقيفة. طب ده اسم كلام. يعني انت جوت طمانتاشر ده بنادي البرد. ده اللي انا بكلمك عليه. دي بقى اخر كرة اعاوز او ريالك او فيه بعدية القطة كمان. هنا نادي الزمالك قطع الكرة. عمر السيزي خاد الكرة. يزقق عمر. ما فيش حد يضغط عليه. طب اطق بشكل كبير الكرة قطعت تاني وهاجمة. طب يا كريم ما دي مش مش مشكلة اصوري بس. طيب. انا عايز اسأل حاجة. الفاروق قبل ما اختم الفقرة العظيمة دي. وعظم اللي انت عملته ده محمود. حبيب يا كريم. قل بقول لط دي بسرعة عشان. ايه دي بص برضو هنا يا كريم. عاوز اوريك على رؤة وعدم التجانس. سجن مرح فين? بص انت كرة رؤة اضعت متحطة. احاولت تاني هاجمة نادي. انا اول مرة يعني معدتش عليها كتير. وغالبا ما شفتهاش. ست مدافعين على خط واحد. دي غريبة. انا شفت اربعة وشفت خمسة. صح. لكن ست مدافعين دي. وسوريو في الشروط التاني لعيبها فترة طويلة جدا. بالنسبة لي غريبة. يمكن الكلام اللي تكلم عليه شاكر. اللغبطة اللي بتحصل في في الجنبين. احنا بنشوف اتنين اظهرة. بلعبوا قدام بعض. صح. آآ سيد نمار مع عبدالشافي. وساعة عمر جابر مع آآ الزناري. لان هو الاساس اصلا ان الزناري مش ظاهر ايمن. صح. والمسلوسي دخل ظاهر ايمن. فانت غيرت الاتنين عشان افكار وقناعات. لكن انت تلعب بستة على خط واحد. وتيجي الشروط التالي. بتعمل تغييرة غريبة جدا جدا. وتنازل شيكبالا مكان سيد نمار. وتطلب منه اداء دفاعي. يرجع مع واحد. لسه نازل فريش. في جابها اتنين نزلوا فيها رمضان. ومحمد حمدي. جابها لسه فريش. هيدغط بيها بتشيكو بشكل كبير. بتنزل شيكبالا. شيكبالا عشر دايق. رايح جاي. رايح جاي. خلاص. بدأ يتعب. بدأت المسحات تتفتح. لا. هو فيه واجبات بتحصل. غريبة على لعيفة الزمالك. مراكز جديدة عليهم. ده ظهر في المنشاطة. ان فيه توتر شوية. وفيه لغبطة ما بين. انا قبل مختن. بس الاهلي بكري يعمل ايه مع سان جورج? لا. ان شاء الله مباراة سهلة. اه. النادي الاهلي قادر انه يكتازل سان جورج. رغم الغيابات وتغيير اللي انت اتكلمت فيه. التغييرات الهجومية عن التشكيل. ولكن النادي الاهلي هيواجه ان شاء الله بإذن الله مباراة سهلة. وادر انه يكتاز سان جورج. شاء الله فروق شرفت ونورت. شكرا يا جورج. نورت الضانية. شكرا. احيشني فعلا. محمود شرفت ونورت كالعادة. ومشكرك شكرا جزيلا. الله يخبر. لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل لكابتن كبير. كابتن امير عبد الحميد حرس مرمو الاهلي. الله سابق. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينورني بعد غياب. بعد غياب في رقم عشرة يعني رجل ماشي فيه سلك التدريب بشكل رائع جدا. الكابتن كبير. كابتن امير عبد الحميد حرس مرمو النادي الاهلي. الله اصبعكم داري بحراس مرمو الانتاج الحربي في الوقت الحالي. كابتن امير منور الدنيا. حبيبك ايمو. اخبارك ايه? الحمد لله وحشني جدا. لك وحش البيض. اذا ما انت قلت كده بانا فترة. لكن ان شاء الله نستمر انت شخصيك ويسوي على لي. دايما منور اطمع عشر. ربناه خليك. سعيد جدا انا معاك. يا ربي خليك. تعال خش في الجد على طول. على طول. نبدأ بيه. الاهلي والمصر. الاهلي والمصر كانت مباراة في حراس مرمو كبار سواء محمد الشناوي او محمود جاد كمان حارس برضو. حارس دولي يعني. شفت المباراة دي ازاي على مستوى حراس المرمو. بصه طبعا المباراة دي كان يعني لها شقين. شق فني وشق نفسي. شق نفسي كان بالنسبة لمحمد الشناوي طبعا كان اهدى. محمد الشناوي عنده خبرات كبيرة جدا. لعب بشكل كويس. بيقد بشكل كويس بقى له فترة كبيرة جدا مع النادي الاهلي. مع المنتخب. كان بالنسبة للجاد اكيد كان فيه عصبية شوية. شفناها في بعض القرارات. ده اثر عليه في الملعب في القرارات اللي خدها. بتتكلم في شعبات الناديين. بتتكلم في الجمهورين. بتتكلم في وضع حساس دلوقتي النادي الاهلي وعلى المصري. فرقتين كبار. او المباراة في الدولة للاتنين. بالزبط. وفي نفس الوقت انت بتتكلم في جهاز فني. كابتنا علي ماهر. وجاب لعيبة كويسة جدا. كل الناس بتتكلم على المصري. ان المصري. السنة دي هيبقى الحصان الاسود زي ما بيقولوا. عنده صفقات كبيرة جدا عملها. مستر كامل ابو عالي. طبعا الناس كلها عارفينه. ده ما ما يكون معاه مدير فني. بيختار مدير فني كويس. ونفس الوقت بيجيب له كل طلباته. صح. عند الجمهور برضو نادي المصري. معاه في كل مكان. في مشكلة نفسية كمان مع جاد. لان جاد بينافس عصام صروت. عصام صروت من الحراس الممتازين. صحيح. في نفس الوقت عصام صروت. يعني هو اللي كان بيقدي بشكل جديد جدا. وفي شكل سابت وباستمرار الفترة الأخيرة. كان فيه تنافس بينهم جامد جدا. صح. يمكن كانت الصفقة السنة اللي فاتت محمود جاد. كان لما جيه كان طبعا جاي من انتخب مصر. كان فيه كلام على الاهل والزمالي. مصبوط. في نفس الوقت طبعا مستر كامل. ساعتها جاب محمود جاد مع الكابتن ايهاب جلال وجهاز الفني. بدأ. ممكن ما كانش بدأ في مستوى كويس جدا. ابتدى عصام صروت ياخد. لانه لعب قبل كده كان موجود. اكيد بيسن السكاكين. مستني. حارس مميز. فاكيد فيه تنافس بينهم جامد. هاي. تعال. تعال ناخد. دخل طبعا محمود جاد. وكان فيه عصب شوية في بعض الكرارات. يلا بنا. نشوف بقى كابتن امير هيحل حاليا اداء حراس المرمى في هذه المواجهة محمد شناوي ويه محمود ده جاد. نبدأ بالحالة الاولى. طبعا هنا اول هجمة. بص هنا طبعا هنا ونوفر سنة. محمود جاد هنا. القرار ده. نتعارف يا كريم. المشاط الصعبة لزاي دي. اول كرة بتجيلك بتلاعب بيها في الامان وبصورة سالسة او بسهولة بتركبك الجيم. حتى لو بقص زادة. بص هنا لعب المصري لما لعب الكرة. محمود جاد مش محضر. انا هلعب بشمالي ولا هواقف الكرة بص كمل الهجمة لما تلعبت له. هنا كان لازم ياخد كرار بيشماله مرة واحدة. طبعا المسافة سبعة متر تمانية متر احنا بيقول دايما عشرة متر. لازم الجول يشيل مرة واحدة. ودي هنشوف ها هنا. وفي حالة تانية هتقابلنا في الفترة الجاية. كان لازم جاد محضر ويحط بشماله في لونج باس. طبعا اول خطأ. هنا بص ارجع وراء شوية. بص مين اللي طالع معا كريم. بيرستاو. بيرستاو. بيرستاو ما هوش طويل. صح. عات 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 عن بيرستاو. ايوة كمل. بص كان لازم محمود جاد يخلي شاف فيه لعيب على يمين محمود جاد. اه رجع سنة بسيطة قوي اللعيب اللي ورا محمود جاد. ده فاضي فري. اه. وعمل زحمة اللي محمود جاد في الحت دي لو طلع. كان لازم هو اللي يلعب مع بيرستاو ويزوق بيرستاو قدام. هاي. وكان لازم يلعب البوكس اقوى من كده لان انا ما يفعش اطلع بداية الاتنين وانزل الكرة تحت اه 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 كان لازم بوكس في نفس الاتجاه. بص كان لازم اركب الكرة وبوكس في نفس الاتجاه بتاع علي. شايف. هيبان تصوير من ورا ان انا اطالع بايدي طبعا جوة المية في المية. خطأ طبعا من جاد. على فكرة جاد من الحرص المنتزين. وبيكلمني دايما وبيتعلم من الاخطاء. بص هو اللي زائي كمان زميله. ارجع ورا سنة. قبل ما يلعب معلاش. كمان قبل ما تجعل بيرستاو. كمان كامل. كمان كامل ورا. اه هو اللي زائي اللاعيب بتاع المصري في الاول بس مش بيانا. بص هنا بيرستاو. ما انا خلي زميلي هو اللي يزوق. واخد المساحة دي كلها. واطلع اركب والعب وهجمة. وفي موتش زي الاهلي. اما انا اركب الجيم. بص هنا بيرستاو. ما يفعش عاملها ببطل بكاف ايدي. لازم بوكس جامد. واركب الجيم. عشان انا بلعب النادلاله هيجيلي هجمات. فابقى بلعب وانا مرتاح. ما بقاش وارعب وانا اه متعصب. كان لازم بوكس في نفس الاتجاه بتاعي او في نفس الاتجاه الفوضي. اللي هو رقم ستة. هاي. بص ده الجول اللي جيه. ارجع تاني. لو رجعنا الاوفر ده يا كريم. بص. ارجع كمان بسرعة. هو هنا لازم البوكس يبقى في الجنبي في المساحة الفاضية هناك. كان خلص الجيم. ما كانش يبقى فيه جول. هات البوكس. كمل. كان لازم هناك. في المساحة الفاضية. كده انا بفتح الجيم تاني للعب تلنادي الاهلي. طبعا الهدف جيه من هنا من اول واحدة. صح. التانية. خلاص انا اتعلمتي من الاولى. هنا لازم بوكس في نفس الاتجاه اللي هنا. هو عمل العكس. في النص. خلاص. اه احيا الكرة من تاني. صح. وابتدى. كملها كملها. اه احيا الكرة من تاني. كملها بسرعيتها بقى. ما يفعش اللعب بوكس في المنطقة اللي في النص دي منطقة محرمة ليا. خلاص. انت كل ده انت مستني الجول خلي بقى. احنا صغيرين عارفين ان البوكس لازم يبقى من برق. بالزبط. بالزبط. انت كل ده انت مستني الجول يخش على فكرة كريمة. صح. صح. الخطأ الاولاني كان خلص كل القصة دي كل. طبعا ده انت فراط كويس. تعمل معها بشكل كويس. وحظه كويس. ان مدافع الناد المص كان موجود. بس طلع قفل برجله. وفرد. في جوال كتيرة كريم بتطلع تعمل النجمة اللي هي البلوك. اه. عايز اقول حاجة. النجمة دي الناس برا بيعملو حاكتين. الطفل هو صغير قبل ما يرضع بيرموه في اللبسين. اه. عشان يتعلم نفس وعوم وهو الاخر. برا في الكورة بعد الرضعة على زي ما بيقولوا. بيعلموا الجوال كيبر انه يعمل البلوك. يعني نوير. ناس كتير جدا متقلد نوير. نوير ده وهو صغير اتعلم الكلام ده. صح. ما هوش من من سنة سنتين. صح. فليها تدريب معين وليها تخصص معين. صح. هنا فرد بشكل كويس جدا. لكن عامل بلوك تدخل الجوال كامل هجمة. كامل. كامل هجمة. بس فرد. خلاص. انا فردت بريجلي بيدي هتطلع. وحظوا كويس ان مدافع المصري. ده الهدف. اوقف بقى هنا. هيا. ناس كلا بتقول انها صعبة. لكن انا كجول بقيمة محمود جاد وموهبة محمود جاد على فكرة من حراس الموهوبين. انا خلاص حسين بيعمل تاكلنج. وده اللي هنشوفه في الكورة بعد كده. بص ده الفرق. انا حسين خلاص. الزاوية ميتة ديقة. انا كمحمود جاد لازم اخد خطوة يمين. ملهاش غير انها في البعيدة. وكان يتطلع اخد خطوة كمان ويطلع. بص طرم من السبات كمان. شايف. جسمه مش مفروض. من السبات فتراي بتاعه ضعيف. لو خد خطوة على يمين. اه طبعا. بص هنا حسين خلاص. هو عمل التاكلنج. خلاص. بيتزحلق. ميتة. ملهاش غير في البعيدة. ده الجولة التاني. خلاص انا مفروض اتعلم بقى. حتى لو جاد في رجل حسين. مفيش فرق. لما راحت في رجل حسين. هي هي اللي حصل في الجولة الاولاني. خلاص انا اتعلم يا جاد. لازم انا اقفل دقيقة قوي. لازم اجي يمين كمان. لازم اجي يمين خطوة. يعني لو رجعت الجاد ثبت. بص هنا. بيلم نفسه لسه. بلغة بص بيرجع. يعني مش بان في الكادر بس لسه بيرجع. هنا خلاص. بص برس تاو. هو خلاص مش هيبص ليه. انا انا مكرر الالعب في البعيدة. اتراي ضعيف من مكاني. هنا الخطأ التاني. ده ربطين في الراس بتوجع كريم. اخر واحدة طبعا هي اكثرهم. طبعا. اكثرهم مضوحة. اه. دي دي كورة كويسة برد فعل. كان لازم يطلع الجنب كمان. عشان هنا بحي الكورة تاني. بص. بحي الكورة تاني. لكن هو انقاذ يحسب له بالضغوطات اللي هو كان فيها. هو كان بلعب هو متنشن. عشان كده تكررات الاخير. ده الهدف الاخير بتاع كريم. بص هنا. هو بقى لك اتعلم. شفت بتاع كريم. ارجع ورا سنة وكريم بيحط الكورة. وقف سنة. عند كريم بقى. وقف عند كريم. هو قال لك بس كريم الوضع التشريحي بتاعه يحطها فين? في البعيدة. فاسرق خطوة. هنا لأ. لازم اثبت. الوضع مختلف. بص كريم وضع التشريحي. بص خلاص في البعيدة. راح بادري. فاضطر يمسك غلط. فاضطر تدخل جول. هنا لو كان ثابت كان نخد كرة في صدره. واتعامل جدا بشكل كويس. لكن طبعا اربعة صفر. وهو مضغوط. والناس اكيد انا معارف جبور المص اكيد بيزوم. بص. مسكة غلط. تحرك غلط. واقفة غلط. والطبيعة كان ممكن حتى اعمالها بالبوكس كده لو انت مش. لا مش بوكس. هو عايز يمسكها. هو لا يمسك عادي بس ما يتحركش. وهو سابتة كريم. هو تحرك كمان لو عنده راكش انا احسن من كده كان ممكن يعمل لك ايه. يعني هو بس حاولي يمسكها برضو هو جسمه مش معدول. هو عمل حكتينة كريم. الكرة الاولانية ماخدش خطوة بالميل عشان يعمل تراي. اه. دي خط خطوة بالميل. وهي الكرة في النص. صح. فهم قصلي. هنا المشكلة. صح. هو لو واقف سابت هياخد الكرة في صدره. هي. ويتعامل عادي بشكل. طيب. ناخد مباراة الزمالك والبارامز. طبعا. عشان برضو مش عايز الوقت يسرق. بالضبط. الزمالك والبارامز. الزمالك والبارامز. طبعا. محمد صبحي واحمد صناوي. دي اول هجمة. هنا الشناوي طبعا. اتمكن منها بشكل كويس يا كرة مش قوية ولكن بصلا عمر السيسي فين. خلاص جول لو وقعت. لكن هو تعامل معها بشكل كويس. ده الهدف عشان بس الناس ما تشايلش محمد صبحي الهدف يا كريم. اقف هنا. اقف وهي بتتشاط. اه. خلاص. ايه قلب به. الناس الحيطة بتقف. ماينفعش نط. لو عايز اعمل جنب. ماينفعش اعمل الجنب بضهري. بص. الحيطة تفتحت. كله خايف. ماينفعش. انا حيطة دي يعني حيطة. صد. ماينفعش حاجة تعالي. وهو واخد البوزيشن بتاعه صح. دي كانت حيطة مرشحها. اه طبعا. حيطة مرشحها فعلا. اه اللي هو حيطة. او حيطة اتفكة غريبة. طبعا. عشان الناس. اول ما دخل الجول. انا متأكد. ناس كلها قالت ايه ده صبحي ده. اه. ده خطأ مش صبحي. دي هجمة كويسة جدا. مصابة فتحة. يتعامل معها بشكل كويس. هنا بقى السبات. بنقول في كرة زي ديها كريم. ان اللعيب لما يقطع في زاوية قريبة. يعني بص. مصطفى طبيعي. يحط بطن رجله. في الزاوية العليمين صبحي. لكن صبحي هنا قافل الزاوية ده وقافل في النص. واتعامل معها براكشن كويس. ده الجول. هنا هقول حاجة. قول بقى. كمل بقى قبل الاوبر متروح للي نضاي. بص. بص. بص احمد الشنوي عمل الملح صح. بس هو بتتلاقي بتحرك. الكرة زي ديها كريم لازم ايدي تثبت. هو عمل حاجة. كمل الهجمة. بص على ايده اليمين. ايده اليمين بيجيب من ورا. دي فيها بطء. ما عنديش وقت. بص بص. مش هلحق. اه عمل كده. الكرة دي لازم تزمت. ما عمدش كده. اه. فكر كرة عصام الحاضري في درقبة. طبعا. الفرق بين داو ده. ان درق. ان عصام الحاضري. بص. هو بيجيب لسه. مفيش وقت عندي. كرة مسافة ديقة. يا دلبي اول تلمسها بأي شكل. لازم اثبت ايدي وطلع. لانه عنده وحارس موهوب وحارس كويس. دي نفس القصة. دي انقاذ هايل من الشنوي. بص على رمضان صبح في الحيطة. نفس الحيطة اللي حاصرت. بص رمضان. عمل وشه ازاي. شايف. عدت من نص. فبالتالي هو اتعامل معها بشكل رائع. احمد الشنوي. بص هباب من هنا. بص رمضان. بص رمضان. شايف. الكرة صعبة جدا وعلى الارض. جدا. هنا ده الشنوي. لان اعرفه. انقاذ هايل من الشنوي. بص الهجمة ديها كريم. بص صبحي عمل ايه. انقاذ هايل في الديقة. تعال بص ماتش. الاهل والزمالك. ايوه. بتاعة حسين الشحات. ايوه. بص الاستلام. بص هنا. هناك في حسين الشحات كان فاتح الديقة. فدخل الجول. هنتفرج عليها دلوقتي. اتعلم. كرة حسين الشحات. طبعا. الحارس الكويس ان يتعلم من اخطاقه. صح. نفس الكرة. نفس الزاوية. نفس كل حاجة. صح. هنا تعلم من خطأ. اه. ومال شوية ناحية الكرة. بص. هي هي. شايف. صح. هي هي. بص في الكرة دي كان لسه بياخد خطوة عشان نروح للبعيدة. بص. مينفعش. اه. هنا حسين بيشوت. لازم انا اطلق اخد خطوة واقفل الديقة. اه. هي هي نفس الشوطة. بس هنا طبعا كان مع الضغطات واوة لاخره. لكن هو تعلم اكيد وراجع نفسه. واتعامل معها بشكل كويس. هنا البوكس. بص. اتعامل معها بشكل كويس. هنا احمد فاتح اعتقد ولا مش عارف مين. اعمالها بوش رجل الخارجي. ده غالبا وليد الكارتي. او الكارتي. هنا ركب الكرة كويس جدا. بس هو طبعا اللي عطله ان رجله اليمين خوطت في الشمال سنة عطلته. اه. يعني فيه اعادة تانية. عطلته سنة. فاتعامل معها بشكل كويس. والبوكس كان من عالجنب ده اللي احنا متكلم معها بشكل كويس جدا. ممتاز. المباراة اللي جاية هناخد مين? عندنا امبي والدخلية. امبي والدخلية. كان فيها مباراة حراس مان بابا. او احمد عدل عبد المنعم وعلي لطفي. طبعا علي لطفي. اهو. ده ده اهو. اول انقاذ لي الزنفولي. الزنفولي طبعا من الناس الممتازين. بص هنا. اوقف بقى. رجع لي الزنفولي هو بيقفل. هنا تعامل معها في البوزيشن صح. وتعامل معها بشكل كويس جدا. بص ايده اليمين. شايف? امن الدايقة. خلاص. بيقول بيقول للاعب امبي ما تلعب ليش هنا. اوع تلعب ان انا واقف. كمل كمل. بص ايده اليمين. والميل صح. شايف ايده. كمل. بص ايده اليمين الزنفولي. امن خلاص الدايقة. اجبره نلعب بالعرض خلاص. وسرق خطوة. اه هو خدعه. طبعا. قال له بص انا انا قفل الدايقة. بالزبط. مجليش هنا. هنا ما يتاليك. فالعب بالعرض. دي مهارة حارس. طبعا. على فكرة. الجول ليه تاك تيك. والجول لازم بقى زاكي. والجول لازم يجبر اللعيب اللي عبره. دي مهو عاوز. بص. انا خلت لك هنا. انا قفلت هنا خلاص. 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 وتعامل معك شكله كويس جدا. بص هنا انقاذ من البلعوطي. طبعا من البلعوطي من الحراس الممتازين. هنا عمل القفل كويس جدا. وراح قفل كويس. بس خلينا في البلعوطي من البداية خلاص في الكروس الاولاني. هو هنا راجب يتعامل مع كل الحالات. صح. هرفع كروس هطلع. حد قطع هقطع. هنا توقع. بص. جري عرضي. لما لقى زميله هيغلط. توقع الخطأ بتاع زميله. راح قفل بشكل كويس جدا. وانقذ هدف. ممتاز. ما سابوش يفكر. بالزبط. بص. نقل نفسه من حالات. غير بوزيشن بتاعه من كروس. لتوقع خطأ زميلي. لناخد خطوتين. بص هنا واقف. اول ما هو عمل كده توقع خطأ زميله. راح اواخد خطوتين. وقفل. خلاص. على لعب الداخلية. وانقذ هدف. ممتاز. مهم جدا. هنا طبعا الزمفولي تكملة للتقلق اللي كان فيه. الزمفولي كان عامل ماتش كويس جدا. لانه كان في البنك الالي. وخلي بالك. الزمفولي بيلعب بخمسين في المائة من المستوى لان الكتفه كان لسه. آآ وضع. هنا اخطأ في الاولى. اول مبرامج ست شهور. بالزبط. وتعامل معاه بشكل كويس برجلي. وقام تاني. هو يحصاب له الرياكشن ده. ممتاز. هو حظه ان الكرة جدا في مكانه. لكن يحصاب له ان هو صد برجله وقام اتعامل معاه بشكل عكسية. خلي بالك فيه كرارين في وقت واحد. كرار برجلي اول حاجة البوكس. كان لازم يطلع اقوى من كده. لو بيميني ارجع ورا سلة وهو بلعب بالبوكس الشمال. بص يا كريم. لو بيميني كمل. ارجع بقى. لو بيميني اقرب. بص يميني اقرب. مبعيد عن اللعيبة. الشمال دخلتني في مشكلة كبيرة مع لعيبة امبي. لكن هو موقعش قام وتعامل برجله ثم العكسية. صحيح. قرارين في نفس الوقت. صحيح. يحصاب له انه عمل ماتش كويس جدا واخد من ارز ده ماتش. المباراة اللي جاية. اخر مباراة لنا الاسماعيلي والزد. ممتاز. بين احمد عبدالعبد المنعم خبرة. علي لطفي خبرة. حريسين ممتازين لعبه في النادي الاهلي. وانا بقول ان الماتش ده هيخلي علي لطفي يركب السيزن كله بشكل كويس. هنا انقاذ من احمد عبدالعبد المنعم تصويبة. لعب دي اللي اتنين. كان فيه ناس ممكن اقولك بالعكسية لكن هو ضمن الكورة. وتعامل معه بشكل كويس جدا. بص انقاذ هاي. فيه فرق بين دي. وفيه فرق بين بتاعت حسين السيد مع عجاد. هنا اعتقد ميسي او تقريبا. بص هنا الرجل مفتوحة. فعدي اللعب على الزاويتين. ممتاز. شادي تقريبا ده. لا يبقى على ان هتلاعف البعيدة وبر اكشن. بص احمد عدل عمل ايه بقى? سبت ايده. شادي او شادي حسين. بص سبت ايده يا كريم. بص ايد احمد عدل عبدالعبد المنعم. اتثبتت. مزاي بتاعت احمد عدل منعم. هنا خطأ بسيط لأحمد عدل بالمنعم. هقول فيها ان انا نهاردة كحارس مرة ما يكون مدافع بتاعي معي ما تطعش اطلع كل ده. لان اللاعب ده لو اللاعب بالعرض شادي جول. ولو اطعمت لوب. جول. يبقى انا عندي لازم اعمل مساحة. اودي فرصة للمدافع. يعمل ايه? يعطل شوية. ده الهدف. اوقف هنا. اوقف. طبعا الكابتن ايهاب جلال من المدريبين الممتازين. اللي بي دايما بيلعب من تحت. صح. وانا كلمت مع احمد عدل على فكرة. وقال لي انا موافقك نفس الرائع. هنا احمد عدل عبدالمنعم. لازم كليه حضر. بقى. خليني هنا. بص احمد عدل عبدالمنعم. لازم يبقى محضر. انا عندي واحد اتنين تلاتة ممسكين كل واحد مع واحد. هنا الكابتن ايهاب جلال مش هيقتني لو انا لعبته طويل. او مش هغلط نفسي. او مش هخطأ. خطأ. يخصر في القيتي. بخبرة احمد عدل بنعم كامل الهجمة. لازم بيميني هنا. وانا محضر بيميني طويل. هنا بص الفنت لعمل مسي. شايف الفنت اللي عمله مسي. عمل انه يروح هناك ولعب. حتى خلي بالك مسي عملها مش حلوة. لكن هنا حارس المرمى لما بيخطأ يا كريم. بيجي له شك في الفكر. هنا احمد عدل بنعم خلاص. لما عمل البص غلط. خرج برا اللعب خلص. خلاص مسي هنا كان لازم بيميني. بص هو بيشاور كمان. لازم بيميني. وفي بطء ضغط شادي مع مسي الفنت اللي عمله. احمد عدل كان لازم يقفل هنا شمال شوية. لكن هو لعب على التوقع. فدخل هدف. انا اتكلمت معاه. هي دير خطأ الوحيد لأحمد. احمد عمل ماتش كويس. خلي بالك. اه اعمل ماتش كويس جدا. لكن غلطة الشوطر بالف زي ما بيقوله كان لازم احمد يحضر ويلعب لونج باس. قال لك ايه احمد لما اتكلمت معاه. قال انت صح يا كابتن في كلامك. كلامك مزبوط. بص هنا. لعب زد. راكب من هنا وضع التشريحي بتاعه خلاص انه يلعب في الاتجاه ده. ما عندوش. ولو لعب البعيدة نفس القصة. شايف? دي جوان خبرة. واقفة صح. بتتعامل معها بشكل كويس. هنا بص. بعيد خلاص هتحط هنا وضع التشريحي. علي هنا اقف. انقذ الهدف. ولكن كان لازم يترمي يا يا كريم. ما ياخدش الكرة بالجنب. يعني ما ياخدهش في صدره بالجنب. ياخدها في صدره بالجنب ممكن تعدي. صح. لازم بي لازم اعمل تراي. يعني لو الكادر رجاء علي. لازم اجي امسك الكرة كده. حتى هتاني من قريب. حتى هتاني من قريب عشان مش من الكامل علي. اللقاط 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 دي. ايوة. بس. هنا. اه بس. هنا تلاعب بالخبرة خلاص. اللعيب راعة البعيدة. فتحطت الكرة. بص علي. انقذ. هدف. ولكن كان لازم يترمي على الجنب. ما يمسكهش بالصدره بالجنب. شايف? ده غلط. دي خطر جدا. دي هنا ممكن تعدي من ايده. تدخل جول. وحاصل ثلاث كثير جدا. هنا البنالتي. مع علي. الميزة في حاجة بقى. وهنقول عليها دلوقتي. علي عنده خبرة. وكمان في ضربات الجزاء. اتأسس كويس مع مستر ميشيل يانكون في النادي الاهلي. بص هنا. اوقف هنا. اوقف هنا. دايما بقول الحراس المرمى حتى اللي جوان اللي معايا في الانتاج الحربي. اللعيب لما بلعب بشميله او بيمينه. يجي بالميل ده كريم وركم عشر اللي هلعب. الوضع التشريحي بتاعه لو لعب على يمين علي هتطلع برة. في الكورنر. مص الوضع التشريحي. لكن هو عشان يحط ويدمن الكورة بيقفل بطن رجله لجوه. عشان كده علي يتعامل معاه بشكل كويس. لكن لو رقم عشرة ما كان تسعة وعشرين يبقى خمسين خمسين. علي طبعا اول حاجة عمل الانقاذ. تاني حاجة عارف انها عشان متتعدش تاني ويجاعد ماغي. فانا ألعب من على الخط واقطع لقدام بايد واحدة بشكل كويس. بص نزل على طول. شايف? حلو. عبدالرحمن مجدي كمان حطيتها قوي. شايف? لكن علي استقاده هنا. خبرة علي كانت اكبر. وانقاذ علي هايل علي. بص الكورة دي. الخطوة اللي عملها علي قدام. عملته مشكلة عشان كان يطع على لعب اسماعيلي. لكن هو عنده خبرة وعنده حلول. ان انا لو ما جاتش في القريبة. بص شايف الخطوة. رجع تاني بالميل كويس جدا. ولمس لانه عارف. هو شايف بودانه من وره. مش بعينه. ان في لعيب وراه. لو لمست خلاصة غير اتجاهها. فعلي المطش ده كل الناس متوقع. بيلعب في زد. ادارة محترمة. مفيش ضغطات. عنده خبرة. عايزة لعب بهدوء. مع لعبها كويسة جدا. المطش ده هيركب علي السيزن كله. وانا متأكد من خلال هنا اقولك. علي لوت فاروح منتخب الفترة اللي جاية. كنت لسه اسألك سوال الله. علي لوت في روح المنتخب. هيروح منتخب الفترة الجاية. لان المطش ده هيركبه. هياخد ثقة. عنده لعيبة كويسة. عنده لعيبة خبرة وراه. سامير وكابتن فريق. عنده قدارة محترمة. منظومة محترمة. وده اللي اختيار الصح العالي. فبالتالي علي. هيستمر بالهدوء بالتركيز. وهينافس اجوالك كتير جاية. لو اتلاك تقتلي افضل حارس في الجولة تقتربين. طبعا هختار الزنفولي. الزنفولي بقاله فترة كبيرة جدا. كان مصاب. في البنك الاهلي ما كانش بيشارك. لما كان بيشارك في البنك الاهلي كان كويس. قابلي اهل الاتحاد كان كويس. اممكن كنت بختاره كتير. افضل صدات وافضل حارس. ولكن بيلعب داخلية. ما عندهش خبرات. لسه طالعين. عنده خبرة. بيلعب بخبراته. فانقص كزا هذا. فاعتقد انه هو حارس الجولة الزنفولي. واتمنى التوفيق لي. وكل الحراس مرمى المنتزين اللي هما موجودين. بحس ان احنا عايزين نشوف حراس مرمى. يا طالعكم المسلم ده. يا كابتل امين الفقرة جايت عظيمة. انا بشكرك شكرا جزيلا. حبيب يا كريم. استفتت بحب انا اللقطات دي عشان بحيس ان انا بقى ايه. تفاصيل. في حاجات فنية في حراس المرمى. سعب بتوع مني. تفاصيل. انا بشكرك شكرا جزيلا. حبيب يا كريم. واتمنى لك التوفيق وانا سعيد جدا. يا ربي خليك كابتل امين ده. كان ختام حليتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. اشوفكم يا رب. على الف خير.